ساعات بتجنم كده وانا بخارج من الدش وبصرح شعري شبه بعدين اقف قدامنا مرأة شو دايبو فورد لا 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 خلاص الحياة الجاية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا بكم في موعدنا الشهري وشوية الشهري اللي شوية وحلقة الحصاد مع صديقي وحبيبي عم ماهر الجامد مباشرة من استوديوهاتنا في القاهرة تعليقا على كاس العالم اولا عم ماهر ازايك كيف حالك يا محمود ايش اخبارك الحمد لله انا بخير بقولك انت قابلة اي حاجة في الدنيا احنا شفنا منك وش كروي على تويتر انا ما بقيتش فاهم اين اللي حصل هو انت في اجازة اليومين دول يا دود ولا ايه لا انا الروتين حاج نجلب فوق تحت ورجعت لنص يعني رجعت لي قبل عشرة او اكتر من عشرة سنين كاس العالم يعني افنت كروي طبعا عظيم بس يمكن هذا اول كاس عالم اكون مرة مستثمر في وقتي وطاقتي من 2010 يعني 14-18 حضرته بس مش كل مباراة بالطريقة هذه مش كل مباراة ليه كده انتو السعودية موجودين في كل كاس عالم تقريبا انتو مفيش مرة انتو تتعلمش لا لا لو تلاحظ احنا ما كنا فيه في 14-10 بس كنتم موجودين في 18-10 انا فاكر معلمين اهو بص بينا على وش ان انتو موجودين في 18-10 بس بس لسبب ما 2018 انا ما كنت برضو يعني اتفرجت مباراة طبعا مباراة السعودية كلها شفتها شفت النهائي شفت اشياء الهايلايت بس اني اقعد قدام التلفزيون وتابع لسبب ما ولاخر ما تابعت يمكن كان كاس عالم عظيم اي دونت نو ما اعرف عنه تماما 2014 انا كان تمام يعني بس ما كانش فزياء وما كانش روح 2014 امكان يعني الصفر تقريبا غير النهائي شفت الارجنتين وهذا من يوم ما ايطاليا قالت لنا مع السلامة فال 2014 انا كملت والامور ما كانت ان دا رايت وي بس قبل كده لأ انا كنت مرة مستثمر في كاس العالم معرف الشيء عنه كتير فلقيت كاس العالم ده اللي نحسب له مباراة حلوة يا مان يعني غصبا عنك بتلاقي انك بتروح اللي بعده بس انا كسعودي الحماس جاني كل مباراة السعودية وكانت في البداية فالفجأة كده لا يعني صاح انه ما عندي فريقة تابعة صاحة طالية مو موجودة بس يعني احنا عندنا السعودية يا عمي فان ميسي عارف وين هو ميسي فلقيت يعني تقدر تقول ان انتو لو ما كنتوش ابتليتوا البداية دي قدام الارجنتين يمكن يكون كاس العالم ما سحبكش بنفس القول ايو 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 صراحة لانه وانت بتتفرج على المباراة هذيك وانا بديت المباراة بتتفرج عليها اشتغلناها في العمل كنا في الدوام وشغلونا هي عملوا منها حدث كده وشغلوه كلنا نتجمعنا وبنتفرج وحماس جدعان والله فانا بديت اتفرج على المباراة اللي انا متأكد انه مثلا هيجي عشر اجوان مثلا ولا حاجة وخلاص هقول له هطلع كم اليومي والبداية كانت تنبئ بذلك انا بفتح التلفزيون لا يضرب الجزاء فانا قاعد خلاص على بالي انه مع الناس وحضرنا كلنا وجالسين الكل نزل فخلاص خلاص خلنا نتفرج وحماس وما اعرف احد في المنتخب يعني هذا اول منتخب فعلا انا ما اعرف احد فيه لانه انا فعلا على هذا المستوى انا بعيد جدا عن الدوري السعودي ما اعرف الا التايم لاين تبعنا اشوف عزيز الزامل اشتكي من النصر والهزايم حقته هذا اللي ما تابعه في الدوري السعودي فما اعرف احد وفجأة لاقي ما شاء الله تبارك الله شباب حلوين لعبهم حلو على الرغم من الهجمات اللي جاية بس فيه روح فيه روح مختلفة في الفريق فمن هنا اللي اعرف اللي واحد كان له فترة مشابكة الفيش وبغض النظر عن اي شي رجع الحماس فجأة رجعت التكنيك ابغى تغيرات تصير ابغى تصير حاجات فرجعت الروح فخلاص هي هي لما تجيك الروح ويجيك الحماس وتلاقي نفسك في الجو العام والكل بيتفرج تخش تويتر الكل بيتكلم على الكورة تطلع بره الناس كلها تتكلم على الكورة فدخلت في المود فهذا اللي خلاني ادخل في المود ده المرة هذي يعني بشكل كبير أنا كنت كنت بكلمك وحنا بنحضر الحلقة الحلقة دي يا جماعة خلت وقت في التحضير عشان كانت مفروض تتصور من الويج اند اللي فاتت ويمكن قبلها بشوية بس دايما حد فينا كان بيحصل له الظروف او حاجة بالطريقة دي فانا كنت بقول له احنا عوزين نعمل فقرة عن كاس العالم ونتكلم عنه شوية كانت لسه صعودية خارجة قال لي لا انا خلاص مش هتفرج مش هتابع الواحد برضو حماس ونزل بتاع مع رشمين قلت له خلاص تمام يعني فجأة على تويتر ايه اللي هولندا بتعمله ده ابيخ مساء الفريق في تاريخ كاس العالم ازاي دي مش بللت يا حاكم ازاي ما اعرف شي لا لا الجو مرح صراحة الجو مرح الاجواء كانت حلوة في كاس العالم ده وزي ما قلت لك لما انشبكت الفيش كان صعب اني افصل وبعدين يعني حقيقة حدث بيصير كل اربع سنين ومو شي يعني بيصير سنويا او حاجة بتابعها كل اربع سنين بتصير وصدفت انه السينما في هذا الوقت من جد من جد ما في حاجة يعني اجي يعني اجي وبراظو عليهم ده وقت ما تنزلش فيه ميجا برودكشن وما تنزلش فيه حاجات عليها اذا كانت مقصودة فبراظو اذا ما كانت مقصودة فاحنا محظوظين فلقيت نفسي انه الويكن مثلا بدات انه في الويكن اللي هو الوقت اللي انا باقدر اني ارتب وقت مباراة الظهر طبعا باكون في الدوام باتابعها باشوف الاخبار عنها بارات الساعة الستة منطقيا بارات الساعة ثمانية منطقيا بارات عشرة في الليل دي انساني باكون نايم فالويكن اللي اقدر اشوف فيه ظهر وعصر وليل ما فيه افلام في السينما ما فيه حاجة بتخليني اطلع من البيت قاعد فخلاني استثمر زيادة في المباريات وفي كاسعالم هذا اللي صدف في المواطع كلها صراحة صحيح ومعنا الاول مرة في التاريخ المغرب في نص النهائي السنة دي فاللي ما كان لهش فرقة بيشجعها بقاله فرقة بيشجعها والله والله برافو والله رجال يعني امسا براحة قال برتغال هو مو بس انه المغرب يعني انا امس جاعد اتفرج مو بس شان المغرب وعشان كل الاواصل القرب مننا وكل دا الفريق كان بيلعب لعب حلو يخليك تحمسوا يعني الاجنب يعني انسى اننا عربي لو واحد اجنب يتفرج سيشجعهم اولا 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 في السيكولوجية الاشخاص كلهم او اغلب الناس يحبوا دائما في مصطلح يسمو شيري الاندردوغ شيري الاندردوغ اللي هو الواحد يشجع مع الفريق الاصغر امس ما كان الفريق الاصغر كانوا متساوين صح ان الشطة الثانية تقريبا 40 دقيقة كان الهجوم كله على باب البرتغال بس الدفاع مو جي بس من حماس ويلا ما حد يسجي لا المدرب عمل اكتر من تغيير التغيير كله رجع غيرت التشكيل العد بثلاثة قلوب قفلت صح قدرت انك تحامي صح حارس ابن الذين يعني حمستنا بطريقة ولا اجمل فلا يعني أنا مبارح مبارح كنت في الطيارة اغلب الماتش ولما نزلنا اخر ربع ساعة تابعناها على موبايل واحد من اللي كانوا معناه على الطيارة يعني هو نزل مشاغل البتاع والناس كلها طلعب تجري جنب عمرة تبص على الموبايل لغاية لما وصلنا للجيت فلما رجعت هنا كان فيه ستريم بسأل الناس بقول لهم هو الماتش كله برتغال 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 والمغرب دخلت سرقت جون وخلاص الناس قاعدت تقول لي لا ما حصلش مغرب كانت ماسكة كرة وكانت بتهاجم والجون ده كان نتيجة شغل ما كانش هجمة حاجة حاجة الطبيعي الطبيعي الشوط الأول كان متكافئ في نوع ما في البداية كان كل الفريجين كده اجين ما بتكلم من أنا محل الكروي يا جماعة أنا بتكلم من اللي شفته كان فيه تكافئ في أول ربع ساعة تقريبا بعدين لا العيال العيال ضغطين على البرتغال فأكتر من هجمة يعني أنا أقدر أقول الشوط الأول لو الاستحوات أخذوا البرتغال أخطر الهجمات كانت للمغرب وهجمات مرة حلوة وهدف مرة حلوة الشوط الشوط الثاني طبيعي 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 إنه حيكون فيه ضغط إنه فيه عندك فريج متقدم يا بيه البرازيل لما تقدمت بيقون على كرواتيا في الوقت الإضافية رجع التدافع ما هيش حاجة غريبة بزط أرجنتي كانت متقدمة وجابوا التعادل الهولندا في آخر دقائق فالضغط لما يأتي من فريق المهزوم ما عنده حاجة يخسره طبيعي إنه يهجم بكل اللي ما عنده وهنا يأتي دور هنا اللي مرة أعجبني بفريق المغرب أمس القوة الشخصية حقاة الفريق الفريق له شخصية يعني أنا اللي حبيته في المبارات السعودية والأرجنتين اللي حبيته أمس كمان في المبارات المغرب موضوع الشخصية موضوع أنه أنا 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 شايف نفسي أقل من الناس دي أنا رجعت وبوقف هجمات والأهم من دا كله المدرب المدرب عمل أكتر من تغيير رجع الفريق لورا بس قدروا إنهم يقفلوا وقعدين راس برأس تنزل رونالدو قطعت لك من رونالدو كم هجمة ما تفرق معاي فهنا موضوع أنه في عندك شخصية في الفريق راجع حتى لو أنا الهجمات كلها علي بس ما هي جاية عليا وأنا لو جاهد وخلاص هتفرط الصبحة لا أنا ماسك كل أحد ضل بضله وورايا حارس عملاق حتى لو فلتك من أي أحد شلك الكور برا أمس رائع رائع كلام حلو كلام جميل ويا رب يكمل أنا من البداية بشجع منتخب فرنسا كل الناس عارفة ومبارح من قبل ما مطش فرنسا يبدأ وأنا بقول في نص النهائي ما تعمل ليش كده بدل مقلب تاني قبل ما المطش يبدأ الناس بتقول بيحتاج عمين بيقول المغرب قلبا وقالبا المغرب ما ليش دعوة أنا مش من موليد بومبليه لكن أنا المغرب بنتشارك مع بعض في قرى بنتشارك مع بعض في وطن بنتشارك مع بعض في الدين وناس كتير بتعتبر دوت نوع من أنواع الخطابة ولكنه مش كده خالص أي حد في الدنيا في أي مجال وتقريبا كل الشباب وكل الناس في مرحلة من حرايتهم حيحسوا بده حتى لو ما كنوش حسينه دلوقتي بتتقابل مع ناس بره بتتعامل مع ناس بره ليك أي علاقة بأي حد بره لو بتتشارك في الوطن مع حد الناس كلها بتتكلم عليه إيجابي ده بينعكس عليك بالإيجاب القارة نفس الموضوع الدين نفس الموضوع زي ما لمستنا ده قبل كده مع محمد صلاح زي ما لمستنا ده قبل كده مع أي حد عربي أو أفريقي أو مسلم بيحق إنجاز كويس دايما بينعكس عليك بالإيجاب فإنك تطلع نفسك من ده أنا شايف أنه أنا شايف أنه طبعا طبعا يعني أنا يوم يوم تنباراة حقية السعودية أنا يمان من يوم ما خلصت نباراة أصلا خلصت نباراة إحنا كنا في العمل صوريا وليس عمليا كل اللي صار من بعد المباراة لين ما خرجت من الدوام كله كلام عن المباراة خرجت رجعت البيت أنا ما عملت ولا شي غير أتفرج على الإعادات حق الأهداف رياكشن حق الناس المشاهد الحلوة اللي طلعت من أرجاء الوطن العربي كاملة هما بيتفرجوا بيشجعوا فالإحاسيس دي ما يمديك تكذب فيها ما يمديك إنك تتجاريها جاي داخليا كده وهذا اللي صار معانا كمان بارات المغرب أمس الكل بيتفرج الكل بيحمس الكل بيتشجع معانه كثير أنا أعرفهم يحبوا مثلا رونالدو لقيتهم كلهم بيشجعوا المغرب وفرحانين زعلانين عليه هو كشخص زعلانين عليه كل حاجة أنا مش حنكر أنا بقولك حتى لو فرنسا كسبت في الآخر حبص على سلفر لاينيج أنا بشجع فرنسا بس جوه المطش أثناء المطش طالما للمغرب فرصة أنا مع المغرب زي بالزبط مع بداية كاس العالم وأنا كنت متعاطف جدا مع ميسيو مع الحدوطة بتاعته كل ستريم عملنا لشان أتبع مطش للسعودية كنت بقول من الباب يا جماعة ده مش ستريم نوترل ده مش ستريم كورة ده ستريم لتشجيع السعودية عجبك على كده تقعد مش عجبك على كده ما تقعدش صح صح مين أكتر مفاجأة إلى الآن هم يقولوا أنه المفاجأات كانت كثيرة إلى الآن إيش أكبر مفاجأة كانت في الدورة لحد الآن يتهيألي خروج البرازيل على إيد كرواتي بحسب اسمين الفريقين وحسب مقريات المطش لا يعني أنا البرازيل طبعا أنا يمكن هذا أول منتخب برازيل ما يمكن كل ما دي لو قلتها سأقولها على كل منتخبات أنا تقريبا بأتابع وأنا ما أعرف ناس إلا بالأسامي لأنه أنا ما بأتابع المباريات كلها نعرف من هو نيمار نعرف من هو ميسي نعرف من هو رونالدو بالأسامي يعني بس من متابع لمستواهم وقربهم وكده خروج البرازيل من كرواتيا كان أكيد كان صدمة على مستوى اسم البرازيل بس ما تظن كده بغض النظر أنه كرواتيا مع البرازيل بس البرازيل نفسهم متى آخر مرة وصلوا دور الرصفة النهائية حتى لا بقى لهم كتير ما بيوصلوش بس في كل المرة بتبقى أبساد كبيرة وفي كل مطش بيخرجوا منه بيكونوا الطرف الأفضل يعني أنا يحضرني كويس لما خرجوا على إيد هولندا لما خرجوا على إيد بلجيكا ولما خرجوا السنادي على إيد كرواتيا ما فيش ولا واحد من الفرق دول تسيطر عليهم أما بيتجيلهم نزاعات غرور وعجرفة عجيبة داخل المباريات وفي كل مرة بيدفعوها أنا ماني عارف صبغين شعر ومصفة بتعملولي رومانيا مثلا جورج هاجي يعني ولا ايه يعني والرأس أنا مش ضد اللي رويكين قالوا عليهم أنك بترقص بتحتفل بتضيف جماليات للكرة بس في كل جون وبالطريقة الإلابرت دا دا أنت بتاخد من وقت التمرين علشان تتمرن على الرأس اللي حتوق لا بس طول عمرهم فاكر الرقصات حاجتهم فارفة أو تسعين لا لا بس برضو تفرق حاجة من حاجة يا ماهر لأنه زي ما بقولك في ماتشو كرواتيا دا نعكس عليهم في شكل من أشكال العجرفة أما لقوا نفسهم في الوقت الإضافي بقى لهم عشر دقيقة أو ربع ساعة بيدفعوا حسوا أن دوة مضر الكرامتهم الإيجو بتاعهم دخلوا هجمه فتحوا دفعهم دفعوا تمن كاش في ساعتها على طول فدي مشكلة البرازيل الـ DNI البرازيلي جميل ولكن مغرور قوي أنا من وانا صغير أنا ما عندي ارتباط مع البرازيل أبدا يمكن الفترة الوحيدة اللي حسيت فيها بارتباط مع رونالدو رونالدو الأوريجينال الظاهرة إزاعي 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 للناس الكلمة دي مع أنه هو فعلا أنا مليش داعوا هذا مورينيو اللي قال أقول لكم إيه الماليو والكلام وهنري قال كما شفت مقابل الهنري هو بيشرح كان يقول قال رونالدو بعدين قال ده أوريجينال رونالدو قال واحد ردي عليه قال له إيش قصدة قال له إيه رونالدو الأوريجينال يعني لو جينا بالترتيب الزمني من أول واحد طلع وسمى رونالدو وكرويا هو رونالدو ناين نمبر ناين لا لا بس أنا لو افتكر صح مورينيو قال ده ريل ون ما قالش ده أوريجينال قال ده ريل ايو 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 أنا ما نفاكر هنري قال إيه أوريجينال ولا ريل بس واضح أنه هنري كان متك شوية على كريستيانو وقال لرونالدو بمعنى أنه يعني بيحقل شوية من كريستيانو بس أنا ما يقلل من الظاهرة يعني رونالدو كده أنا اللي اللي كان حلو بالنسبة لي وأنا تابعك سعلم كشخص بتابع التايم لاين أغلب الأشخاص اللي بتامعهم في تويتر مثلا منك أنت عزيز كثير أشخاص كرويين بتابعوا فكل ويكند كل يوم سبت بعرف النتائج عن طريقة تويتر وبروح أشوف الهايلايت وبشوف الأهداف وكده معني ما بتابع المبارا كان مرة مثير الاهتمام لي أني أشوف بعض الأسامي تلعب قدام يمكن شوية حسيت بإحباط شوية بسيط أنه ميسي رونالدو أنا جاي بقى أشوف قلت أشوف دول ناس يعني بيكسروا كل مبارا مو بقدى الكلام فحيمكن العمر أكيد أثر عليهم بشكل كبير بس اللي عجبني أبو تريكا أنا مرة أحب التعليقات أبو تريكا يعني بيتكلم كلمتين بين الشوطين مثلا ولا شي بتفرق معايا مرة كثير وبيجيبها سبوت أون نما جاي وضح دور ميسي قللك ميسي اليوم في الملعب قلل له منه زي ما تبغوه بس هو ماشي بيسحب أربعة معاه يعني كم واحد حطينه بيراقب ميسي مجرد أنهم بيراقبوا ميسي مجرد حركاته بيفتح المجال للعيبة التانية أنهم يروحوا فعلا بدت ألاحظ هذا الشي في مباريات قدام غير طبعا الجون الأول بتاع هولندا كله ده صلاح خدت كرة معاه شوية لم يلناس حوالي هو ده واحد هو محدش شايفه بما في يوم هو شخصيا هو شخصيا ما كانش بصص عليه تعليق أبو تريكا ده على القول ده بالذات وعالباص ده صح إنه الباص كان حلو وكلنا شفناه بس أبو تريكا حطها بطريقة مرة قال ميت أشافه رجعت أعيد الهدف كم مرة فعلا هو ميت أشاف هو ميت أشاف بعدين بالصدفة كنت دخلت على اليوتيوب طبعا اليوتيوب حين اللغاريتميات في كل الأبليكيشن عندي اختلفت كلها عن كورة يوتيوب عندي كورة تيك توك عندي صار كله كورة ففي اليوتيوب كان في مقطع جايبين كأنه وثائقي أو شيء عن ميسي بيحللوا لا جايبين شي اسمه المدرب حق برشلونا جايبين جراديولا جايبين جراديولا بيتكلم عن ميسي بكل إلهام كده يعني إنسان بيتكلم عنه بيموت فيه وبيحبه أنا مرة أحب لما أحد يتكلم عن شخص بشغف كده عالي يعني هو مدرب فوضي يتكلم عنه كلاعب لا بيتكلم فيه كأنه شايفه شيء واو المهم بيقول يعني أول ما يدخل يمين يسار بيروح بيقرأ بيعمل بيقرأ حتى والكورة ما جاتوا طول أربع أول عشر دقائق ربع الساعة من المبارا هو بيشوف كل لاعب فين موجود وبعدها بيتصرف فهذا ربطته بكلام أبو تريكا كيف أنه ناول هو ما ناول ما جاته عبط هو قري الدفاع كامل قري تحركات فريقه جات الكورة ناولها فكانت مرة من أجمل من أجمل الحاجات لو أنا ماني عايش ميسي الهدف داعي يشني إيش يعني إيش يعني لاعب بالمواصفات هذه اللي موجودة فيها وأنا آخر واحد يتكلم أنا كل العصر دا حاج ميسي ورونالدو كنت بعيد كل البعد على الكورة بس استشفيت ميسي على الأقل في مباراة في مباراة هولندا آخر سؤالين بقى قبل ما نخش على الأجندة بتاعتنا أولا نتيجة للتقرؤة بتاعت كاس العالم مش نوي تخليك معنا نوي لا مستحيل السبت المجنون مستحيل مستحيل لأسباب كثير مستحيل أول سبب أنا والله محمود لما أحب شي أما أتعلق في شي وهذه مش كتي في الحياة فأشياء كثير أنا يا أحب يا ما يهمني لما يهمني الموضوع أدخل بحواسي كلها أنا أفلام كثير ما شفتها الفترة اللي فاتت مسلسلات كثير ما شفتها وقتي كله ضايع قدام التلفزيون غير إنه تقول لي كاس العالم أكيد في مباراة كثير بعدين ما عندنا اليوم السبت الإحساس لمن فريقي نهزم ولا يفوز ولا شي بيتملكني اليوم كامل فأقعد طول وقتي وأنا قاعد كده تحس إنه في شي يعني الهزيم يتأثر والألفوز يأثر الأدرينالين بيلعب معي شقع فريق بيتغلب كثير زي أنا بشقع ميلان بيتغلب كثير فأنا حزت خلص سؤال سؤال والله أنا هذا بعد ما بعت أنا الكورة الآن ورجعت مرة ثانية صرت ماني قادر أجاوب نفسي على هذا السؤال اللي حسألكي الآن في يوم من الأيام مثلا لما كنت أشجع الكورة مرة وأحب يوفنتوس بشكل كبير جدا وأحب المنتخبة الإطالي بشكل كبير جدا أنا عشت مع مجموعة لاعبين تمام جنريشن كامل أتنقل بيتغل منهم بيتقاعد منهم ناس بيتخلوا ناس تانين بس تنوعا ما ما زلت في جنريشن كامل عشت معه من أربعة وتسعين خمسة وتسعين إلين آم ألفين وعشرة نقول إذا مرة مو بس ألفين وستة إلين ألفين وعشرة فأربعة عشر سنة تقريبا جيل آآ كامل بوفون هو نفسه خنباره هو نفسه يعني ناس بيتكملوا بيتروح السؤال هنا للأشخاص اللي بيتابعوا منتخب مو منتخب سيبا منتخب على جنب بالذات اللي بيتابعوا فريق ولا حتى المنتخبات لما الجيل كامل يروح ويطلع معاك جيل جديد بإدارة جديدة كيف إحساس الولاء عندك لنادي هو مو ناديك مو هو النادي اللي انت ارتبط فيه الروح كلها اللي كانت موجودة الجيل كله خرج كيف بترتبط معاه يعني في رياضة زي التنس أنا بأتابع شخص أنا بأتابع مهنة شخص من يوم ما بدأ وهو صغير بدأ ياخد الجراند سلام وطلع إليه ما صار فدرر أو إليه ما صار ندال أنا شايفه أنا متابع إنسان وقف راحة أشجع واحد غيره بس من أشجع منظومة المنظومة دي تختلف زي منشستر يونايتد اليوم مو منشستر يونايتد زمان طبع فكيف كيف أشرح لي ميلان مثلا أنت إنسان شجع ميلان لأن علشان أنت مش متابع جيد يا مهر أو بتاخد سناب شوت من التايم لاين بتاع الكورة يعني أنت بتستثيرك أحداث معينة أو أخبار معينة فبتيجي تبص تاخد سناب شوت من اللي حاصل وبعد كده بتنقطع وبعدين ترجع تاخد سناب شوت تانية تلاقيها من الشبه اللي قبلها إطلاقا لكن لو أنت بتتابع كل أسبوع كل ثلاث كل أربع كل سبت كل حد هتشوف الترانزيشنز دي طبعا بكل تأكيد ما بتحصلش فجائيا بيبتدي لعيب ناشئ في وسط الناس الكبار اللي أنت بتحبوهم ثلاثة أربعة لعيبة حد بيتم التعاقد معا بيعمل لقطة لقطتين بتشوف إزاي بيخش جوة دي أنا بتاعت الفرقة بتاعتك تعجب بيه تحبه يكبر يبقى رجل ده خبرة وياخده رجل صغير تاني فعمرك ما بتنقطع عن الموضوع ده خصوصا مع الفرق اللي نحب نقول عليها مقصلة زي الميلان كده ميلان ده وعمرك في حياتك ما حتيجي يتفرج عليه تلاقيه فور 11 لعيب وجاب 11 لعيب وعمرك ما حيفور 5 لعيبة ويجيب 5 لعيبة دايما موسم عن موسم يختلف 2 لعيبة 3 لعيبة بالكتير قوي يعني والدنيا بتتحرك على هذا الأساس والعلمك دي من الحاجات اللي ده فاتت نظري وانا بتفرج على موضوعات أسبانيا في كاس العالم ده وانا قاعد ببص على لويس إنريكي ده وفاجأة سرحت كده يا جماعة صدقوا أو لا تصدقوا انا بتفرج على لويس إنريكي ده من لما كان ناشئ صحب 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 لما كان لسه بيأمل انه ياخد فرصته ويلعب دولي شفته هو بيلعب الأولمبياد وهو ولد صغير شفته هو بيلعب كاس العالم كولد صغير لسه يبيضوبك بينزلوا بتاع شفناه وهو يرتقي لمكانة كابتن الفريق شفناه وهو الخبير اللي الناس كلها بتقوله عاوزينك تعتزل ودلوقتي مدرب الفريق فهي الرحلة دي اللي بتخليك دايما مرتبط مع الفريق بتاعك صح ممكن ممكن بس أنا يمكن هذا السبب اللي حيخليني الآن لو بغى أرجع أنا ما عندي ارتباط مع أي أحد فعلا أنا ما عندي ارتباط عشان كده لازم تتفرق كل سبت لا لا خلاص كل سبت بتوعه تتفرق نرجع لكم كاس العالم الجاي إن شاء الله نرجع كاس العالم بس طب أنا قلتلك حيسألك سؤالين فالسؤال الأخير بقى إحنا تابعا بناتمنى أن المغرب تعمل المعجزة اللي يمكن تأفل معها كرة القدم على وجه الكوكب على الإطلاق ولكن المنطق شوية بيقول فرنسا والأرجنتين في النهاية ففي هذه الحالة التي لأنا تمنى أن تحضر شكلك كده أرجنتين صحيح ما يبغى لأسؤال أنا أكره فرنسا كره يعني كره جام متأصل ليه دون ما خالق بك أكره فرنسا كره متأصل يعني كره يعني أنا إلى الآن بتجيني نايتميرز على هدف تريزيجية مثلا يعني إلى الآن أنا أهنت على شان أوه سوريا أنا آسف أنا وقع مني اللينك الإيطالي أنا آسف أنا أكره الفرنسيين ما أنك قدتو خدتو حقوقوكو في 2006 أخدناها تالت وامتلت يا حبيبي أخدناها مو بس أخدناها إحنا أخدناها تالت وامتلت كمان يعني أنا كفائي علي أني شفت كنظار ويرفع كاس العالم خد راحتك أنا حاوض أفكرك الحاجات التانية خلص لقطة خروش زيدان دي إلى الآن أنا يعني من أجمل الأشياء التي شفتها في الكور يعني هو ماشي كده جمب كاس العالم من أجمل من أجمل من أجمل اللحظات يا ساتر يا ساتر لا بالله فريق كريه يا أخي فريق كريه يعني 98 أكثر فريق استفاد بالهدف الدهقي لا مو أكثر فريق وأخذ فاز على أورجواي هدف ذهبي فاز على أورجواي بالهدف الذهبي وبعد كده في اليوروك فاز على أطاليا بالهدف الذهبي بلاد بالذهب لا بس هم شوفت كده كمان فرنسا اللي أنا صراحة الإحترام الوحيد اللي عندي إنه ماهم فريق جيل واحد يعني جيل زيدان ده جا وأخذ كل حاجة ممكنة خلص أخذوا بريك أظن ورجع الجيل ده الجديد اللي برضو قاعد ياخد أخذ كاس عالم الفرن 18 واحتمال ياخد كاس العالم ده أو يداحش على كاس العالم ده ففريق بيجمع نجوم ليس مثل أسبانيا مثلا جاء أخذوا كل حاجة وأنا بعض 2008 وال2010 وال2012 وبعدها خلاص أنسى الفريق الأسباني بشكل كبير جدا فيه ولادة يعني فريق فريق منتخب ولادي بس في الأخير ما أكرههم أكرههم بشكل كبير جدا أنا على الرغم من ذلك حتى لو فرنسا والأرجنتين وصلوا النهائي والأرجنتين كذبت حشوف السيلفر لاينينج أنا بص أنا عموما أنا قلت لهم هذا السيمي فاينل هو السيمي فاينل الأحلام بالنسبة لي كسبة المغرب حنزل احتفل في الشارع كسبة فرنسا حنزل احتفل في الشارع كسبة الأرجنتين حفرح قوي بميسي كسبة كرواتيا نبطة الكرة كلنا ونشوف شغلنا باشا يا الله على كرواتيا يا أخي تفاكر 98 كرواتيا كانت حصان أسود يا أخي أنا إلى الآن ما أعرف كيف كرواتيا وصلت دوري إلى أرضاعة في 98 يعني فريق كانت ماشية معه سكر كان هو الهداف لما أرجع أرى في المباريات أنا من 98 بالنسبة لي هو أجمل كاس عالم على الرغم أن يطالي خارجة بدري من أجمل كؤوس العالم وما أستطيع أن أحكم على البقية وما أستطيع أن أحكم على الآن لكن عليها كتجربة شخصية نجوم وأساطير ومباريات رائعة وكل شيء الشيء الوحيد في الدورة كلها الذي لم يكن شابك هي كرواتيا بس شيء الوحيد الذي لم يكن شابك في كل المشوار الجميل عشان كده تورام إلى الآن لما كان من الفرنسيين كلهم جاء هدفين أحلى وخرج الكرواتيا أنا أسألك سؤال بحكم أنك ميلاني طبعاً فلا أنت برشلوني أو مدريدي وغالباً لو أنت مرشلوني أو مدريدي هتكون محايد هتكون محايد ما هتكون منحاز للأسطورتين رونالدو أو ميسي بالنسبة لك؟ أنا بحب ميسي أكتر أنا ما عنديش مشاعرك راهية تجاه رونالدو ولو أنه السقطات والهفوات اللي هو بيعملها اللي في أغلب الأحيان بتعكس بعض الطباع المغرورة عنده بتدايقني حقيقي بتدايقني بس عمرها ما وصلتني لدرجة أني أكون بتمناله الهزيمة غير لو بيع العبدة أنا بشجعها يعني بورتغال بتاعب مصر في ماتش ويب دي ولا بتاع ريال مدريد ولو أنه ما حصلش على قدمها اتذكر أن رونالدو واجه ميلان إلا مع اليوفنتس طبعاً ما كنتش عاوز ببقى موفق وحاجات زي كده حاجات شبه دي يعني لكن ميسي جوه الملعب برا الملعب تصرفات شخصية طباع لحظات الغضب لحظات النرفازة حتى لها فوات والأخطاء اللي بيعملها ما تنمش عن غرور شخصي ما بقولش أنه هو منزع عن الأخطاء أو أخطاء كتير منها ماتش هولندا خارج منها بيشتم كل الناس اللي موجودة في الملعب ولكن مش لغرض شخصي مش لشيء مغرور جوه وفنياً حتى وإحنا بنتكلم جوه ملعب الكورة 11 لعيب 11 لعيب يا ما رونالدو خلاني ما بقاش قادر أتكلم من حلاوة وجمال وإبداع اللي هو عمله ولكن بمتال الأمان يا مهر وحقولها يعني قدام الناس أنا كنت بتفرج في بعض الأحيانة على ميسي وأنا راجع من الشغل أيام لما كنت بشتغل وبتاع فكنت ببقى راجع تعبان قوي درجة السعادة الغريبة اللي كان بيقلبني ليها من إن أنا جايز علان ومحبط ومتدايق ومتنرفز وبتاع لدرجة الرواءان اللي بخش بيها من السرير بتخليني وأنا دخل أنام هاينا عليها أدعيله والله هقوله يا سيدي يا شيخ والله يا ربنا يا بارك وأنا ما بشجعش برشلونة أنا مش فرق معي برشلونة تكسب ولا ما تكسبش بس بتفرج على حاجة تثلق القلب زي ما بيقولوا كده أنت بقى ما يلمين أنا أنا ما أقدر أنا ما شفت أنا هذا اللي مزع عندي الواضح واضح وهذا اللي خليني مرجع ما أدخل الكورة الآن الكل والجميع بيقول إنه دول أفضل لعيبة مروا على الكورة والفترة اللي فاتت دي شفت وثائقيات كتير شفت تعليقات لعيبة كبار بيتكلموا على اللاعبين دي زي كأنهم ما شفوا لعيبة زيهم قبل كده أنا ما عصرت مرادونا بس أنا تربيت على سمعة مرادونا فكنا نتفرج عليه وعلى أجرطته ومبارياته وكده فأنا تربيت على حب وإنه هو أسطورة فأنا إلى الآن عندي في دماغي إنه أفضل من مسك الكورة برجوله هو مرادونا اللي أسباب أنا تربيت عليها ما قدر أحكم على دول إنه أنا ما عشت معهم لكن اللي بسألك إياه الآن وابديك إحساسي وبسألك بعدين من دال منطلق وكتبتها في تغريدها وعملت لها ميوت لأنه لقيت ردة الفعل كانت يعني مي طبيعية حقونا الكورة إحنا أنا آسف حقونا الكورة مجانين فعلا والكورة نسيت قدقيت درجة ناس تتعلق بالكورة واللعيبة حقونا أنا كتبت ببساطة لأنه كنت مسافر وقتها وشفت المقابلة حق كريستير رونالدو مع بيرس مورغن وتحمست معاها مرة شفت التيزر اللي نزل بعدين قلت ليش الناس عليها دا كله وعرفت بعدين إشي اللي صر له آه هو نقل منشستر أوه والله حطوه طياط وبعدين طلع أتكلم في المقابلة وشفت الكلام اللي قالوا في المقابلة كلها المشاكل اللي صارت له بلا 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 كيف أتكلم عن المدرب كيف أتكلم عن الإدارة بعدها على طول الإدارة تعرض النادي للبيع فقصصيا وهنا الناس هتقول لك آه بدل محنك والله ما يهرجت كده أي أحد في العالم عبارة عن قصة أنا قصة، أنت قصة، كل الناس بتعيش بتكون قصة قصصيا في حاجات غير اللعب غير المهارة الكل بيقول ميسي طفرة وأنه إنسانة ولد كده عنده المهارة وجايا وهذا نقطة ثانية بغاجيها بس غير الكورة وغير المهارة في المسيرة في مسيرة حتى لو انتهت بشكل سيء تعلم مع الناس وفي مسيرة حتى لو انتهت بشكل عالي ما أحد يفتكر غير أنه أوكي كان أسطورة باجي اليوم ليه نفتكره؟ ماتوا واقفاً صح؟ نفتكر باجيو لأنه على الرغم أنه طلع إيطاليا كأس العالم والفريق كان تعبان مستواهم كان تعبان طلعوا بالأفضل ثلاثة في دور المجموعات وصلهم إلى النهائي كل داءت نسا لما نضيع البلنتي مارادونا على الرغم أنه كان أسطورة بس نفتكره بالمخدرات وكل شيء اللي صار في دخلات كده كانتونا في منشستر إيريك كانتونا نفتكره بالمضاربات حقه بالرفعة حقه تلياقة لما لبس التي شيرت في تفاصيل صغيرة كده في بعض الشخصيات تخليك تنسى لعبهم وتفكر لهم قصة وتفكر لهم مشهد أنا بالنسبة لي رونالدو لما كتبت التغرية هذه كان قصدي على هذا كان قصدي أنه عنده قصة تروى لو أنا أجي في يوم أبغى أسوي فيلم ولا أكتب قصة على حاجة معينة هلاقي أشياء كثير شخصية فيها ليرز مختلفة في الغطرصة في الغرور في شوفة النفس فيه فيه جوانب كثيرة حلوة في الموضوع وهذا ما يجعلني بعيداً على الكرة أرتبط بالشخص ده بشكل سريع بشكل سريع إيلين قبل يومين إيلين لما رأيت ميسي وقف قدام فنخال وعمله كده إيلين شفت ميسي يضارب في الملعب إيلين شفت ميسي يسب برا شوية أضف لي جانب أنا لم أكن رأيت ميسي إنسان مؤدب مثلاً أو إنه في الإنستغرام إنهم حقوا أشياء بسيطة ما عنده شوفت النفس فيمكن أنني لا أعرف عن ميسي كثير ولكن شفت في رونالدو أشياء وصلت لي وعنده قصة جميلة تروى هذا اللي خليه أنا أحب التنس أدري يا أغاسي الوحيد تمام؟ أغاسي الوحيد اللي عنده كتاب سيرة ذاتية ونجح مع أنه سام براس أحسن منه ونزل كتاب برضو ليش أغاسي نجح الكتاب تابعه؟ القصة اللي جوة الكتاب البيوغرافي حقته رائعة مع أنه لو جئت قلت لك هل هو أفضل من طب 5 ولا حتى طب 10 يمكن أغاسي في الأغلب ممكن ندخل في الطب 10 لو حبينا نشيل بعض الناس ولكن القصة والمشوار حق أغاسي رائع والمشاكل اللي صارت له كيف أنه دائما عنده مشاكل مع الحكام في الملعب ارتبطه ممثلة برا صارت له مشاكل حكايته مع أبو هذه الحاجات بالنسبة لك الشخصية رياضية كروية اللي ختخليني أنا أكون رونالدو أكثر يجب أن تفهم حاجة أخيرة أنا أحب أحب كيف أقولك ما أبغى تنفهم بالطب في ناس حتى أيام الدراسة إنكي نجيبها من دال منطلق والناس تفهمهم حتى أيام المدرسة تلاقي في باب الطلاب معاك في الصف شاطرين من ربنا كده يا أخي جينيس يعني أنا كان عندي رميت أيام الجامعة الله يذكره بالخير حبيبي عبدالله أنا و هو كنا سكننا ست سنين مع بعض في الجامعة عبدالله ما يذكر عبدالله قبل الاختبار بكم ساعة ما شاء الله تبارك الله كان يفك الكتاب و يجيب A Plus و كان من لوحة الشرب من الوائل اللي يطلعوا كل سنة و طالب و كل ذلك ففي عندك دنع و كثير من الناس يقولوا إنه من ده النوع إنه عنده الكورة دي ما بقى قلل من المجهود ولا قلل شي بس عنده حاجة ربانية فيه و في عندك نوع تاني من البشر اللي يشتغل على نفسه يكون شي و يصير شي فيه الجرايندينج ده فيه عملية الحفر المستمر و التطور المستمر أنا أحب النوع ده من الناس أنا مرة أحب النوع ده من الناس إنه بدينا أمل كلنا إنه أي واحد حط في دماغه حاجة ممكن يوم أنا أحب ده المفهوم في الحياة غموما يعني حلوة الزوية جمدة الزوية يا بود نخرج نخرج على هامش هذه الحلقة بقى عندنا أربع أفلام و أربع مصدسلات أريد أن نتكلم معنا نخرج شفت الكرة جميلة إزاي يا عم اسمع كلامي بس يا عم انت سيبنا نقعد نتكلم على الكرة و نسيبنا من الأفلام المهم بالفعل إحنا معنا تقريبا بالعدد أربع أفلام و أربع مصدسلات المرادي ولكن متوسمين حالة من حالات الجدال فبعض التائتلز اللي هنتكلم فيها وأتصور إن الجدال ده مش موجود لأ رحنا تقريبا معنا ثلاث أفلام أنا بصراحة أقول تعالنا نبتدي بالفيلم الأول والأكبر على المستوى التجاري هذا الشهر وفيلم ووكاندا فوريفر ووكاندا فوريفر أنا عملت له ريفيو وإنت عملت له ريفيو إحنا الاتنين استقبالنا إيجابي يكاد يكون عايز أقول متماثل إحنا مفيش نقاط اختلاف ما بيننا تماما وصولا للتقييم تقريبا أنا وإنت برضو قيمنا نفس التقييم بالضبط اللي هو 8-8-10 ولكن أنا عاوز لو إنت عندك أي إضافات على الاستقبال بتاع ووكاندا أكتر من اللي إحنا قلنا بالفعل والكلام ده بس هل تعتقد إن ووكاندا مش من الأفلام اللي هتعيش قوي في الزكرة مش هتستاند the test of time بما إن أنا أتصور ويمكن أن يكون رهان في غير محله إحنا بنقول ووكاندا فوريفر دلوقتي فيه ناس بني بتسمع الحلقة بتقول ياه هو ده ما عداش عليه أكتر من 3-4 شهور إيه رأيك في الحوار ده؟ شوف الأجزاء الثانية من أي فرانشايز هي أصعب جزء توافقني في ده الشيء؟ طبعا وتحديات ووكاندا فوريفر غير تحديات أي جزء تاني في الدنيا كمان بغض النظر على التحديات دائما الجزء الثاني دائما دائما الجزء الثاني أصعب جزء تقدم وممكن حتى الجزء الثاني تكون أسهل الثاني هو أصعب جزء تقدمه وقليل اللي كسروا القاعدة ترمينيتر مثلا الثاني كان أفضل من الأول لكن دائما 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 الجزء الثاني هو أسوأ جزء يا يكون أسوأ جزء يا يكون غير المفضل عندك من الأجزاء كلها مع بعض الاستثناءات الموجودة وعمليا استقبال الناس المقارنة فيه تكون الأعنف والأقوى فما بالك لما أنت كمان يكون عندك تحديات خارجية في حالة واكاندا التحديات الخارجية ساعدت في استقبال الفيلم لأنه قلل التوقعات بشكل كبير جدا أنا اليوم لو شادوك بوزمن كان لسا عايش لو ما كان مات لو ما كان سردا كله كنت هأدخل بعين ناقدة أو كنت هأدخل توقعاتي أعلى من هذا الفيلم هذا الفيلم أنا داخل وأنا يعني فالت الصبحة كده وداخل بقول يلا إن شاء الله يطلع فيلم وخير مستعد لأي حاجة تصير فلما يجي أعلى من توقعاتي فهنا فادوا موضوع التحديات اللي شارت الخارجية أتوقع هذا يلخص تجربتي مع واكاندو لا يقل إنه فيلم جيد وردا على سؤالك إنه إنه حي 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 مر عليه الزمن والناس تفتكروا ما أظن لإنه أي جزء ثاني من أي فرانشايز نفس الشيء إنت فاكر آيرون مانتو ممكن تفتكروا بالقوة كمان تفتكر القصة حقته هي دائما جزء الأول هو اللي يفرج وبعدين التكملة حقتها فما حيفرج عن أي جزء ثاني آخر من هذه الناحية مزبوط أنا معاك في كل اللي إنت قلته مع نقطة واحدة بس إن التحديات اللي كانت عند واكاندا فوريفر ما هيش تحدي فقدان بطله الرئيسي فقط هو تحدي إنه هو جاي بعد سلسلة من الإخفاقات لدرجة إن الناس مش متوقعة أي حاجة إيجابية منه ومستعدة ده الجانب اللي بيدعم اللي إنت بتقوله بس في جانب آخر للعملة ديت إن الناس مستعدة إنها تلزة أي حاجة إنت حتعملها نفس الانتقادات اللي كنا نتكلم فيها قبل كان دي في رأيي الفيلم تفوق فيها بشكل واضح يعني يسهل جدا إن إحنا نقول فيلن سيء زي كل أفلام مارفل في المرحلة الرابعة حقيقة الفيلن الجبار الفيلن من الأفضل في عالم مارفل بشكل عام السي جي آي ما هو كله شغل كمبيوتر شبه بعضه الحقيقة الفيلم دوت من أقل الأفلام في عالم مارفل كله من البداية لغاية النهاية اللي ما تحسش فيه شغل التمبلتس فيه درجة ابتكار القنبلة اللي بتنفجر تغرأ الناس ديت أنا انبهرت بيها عملوا عدد من الأمور على مستوى التجربة البصرية حقيقي فريدة وحقيقي جديدة بس آآ أنا معك في أن الحاجة اللي ممكن ما تخليش الفيلم دوت يعيش أمام اختبار الزمن هو افتقاده للستار باور وأنا مبسوط ان انت شخصيا قدمتلي الإجابة دي من خلال المقارنة مع ايرد منت وايرد منت وايرد منتو في تقديل الشخصيا ما كانش فيلم حلو بس في ايرد منت في روبرد دوني جونيور في البيج ستار فلما بيجي في التلفزيون بتاقي نفسك قاعد تتفرج تلقائيا ما بتقلبوش فيمكن يكون عاش أمام اختبار الزمن أطول مما كان يجب أن يعيش دوت مش حقيقات بلودة في تأدير الشخصي مظهر يعتمد بشكل أساسي لو جينا لو أخذ لك هي من منحنة آخر الفيلم ده ممكن تقول عنه الجزء الثاني من بلاك بانثر أو الوريجينال ستوري القصة الأساس حجة بلاك بانثر الأنثى فإذا بلاك بانثر الأنثى دي جدمتلي أجزاء ثانية أو صار في استخدام ليها مقدما بطريقة حلوة تبدع فيها وتزهر فيها بطريقة جميلة أن الفيلم ده حيفتكرون الناس أو خلاص هيكون بس مجرد قفلة للحتة دي وانتهينا أنا أشوفها من دي ناحية كلام جميلة أشوفها من دي بس عموما أبغى أرجع بس لنقطة عشان أدي إحنا بيكون قاسين على الأفلام في بعض الأشياء خصوصا من ناحية الأجندة في الأشياء والأجندة زي ما احنا عارفين رأييي لما يكون فيه استهلاك زيانه عن اللزوم على الشخصيات المثلية لما يكون فيه تقويا الشخصيات النسائية من العبد هذه هي الأجندة بشكل مختصر الفيلم ده على الرغم أنه كل الأبطال اللي فيه مع هذا الشرير يعني القوة النسائية كانت حاضرة بس كانت حلوة فيلم النسائي في المقام الأول بس كانت حلوة كانت مكتوبة صح الأم كتابة الأم وتمثيل الأم وأداء الأم أخذت ضوء من كل الناس يعني حتى بلاك بانتر الأنت شوري في الأخير بتظهر في البداية ولا شي هي ما زالت يعني شي عاد هو فيلم بلاك بانتر بلا بلاك بانتر البلاك بانتر في الربع الأخير فقط ما عندك شي بس الحاسيس كانت صادقة كأخت الحاسيس كانت صادقة كأم وكل التصرفات اللي طلعت من هذا المكان فإنت لو عندك كتابة حلوة هيطلق منك فيلم جيد وأنا يعني ما حسيت الجزء الأول في بلاك بانتر ما كان عندي معا نفس الارتباط العاطفي اللي صار في الجزء الثاني بكل أمانة وخسار أن الأم ماتت ولو ما ماتت ما قد حتبط معاها في الطريقة هذه فيمكن من دين ناحية الفيلم نجح بشكل كبير كتابيا والتنفيذ ما كان سيء ومن ناحية الـ CGI أنت قلت في المراجعة حقتك مشهد واحد بسا اللي حسيت وحق السفينة اللي جاي من فوق واضح إنه هو جرين سكرين وهم جالسين ما كانوا كلهم على المركب والشاشة جات كده الززاوية حق التصوير جات عملت تاني من فوق بصدبت وخصوصاً في النهار فما يقدروا يعني إلى الآن التكنولوجيا للأسف والتقنية ما تساهد إنه تخبي الأشياء دي هنا الوشهد الوحيد غير كده والقتالات اللي كانت موجودة كانت رائعة على النقيد سبحان الله الحصادة اللي فاتت كلمني على فيلم بلاك بانثر وكل الكلام اللي قلته في بلاك بانثر كل الانتقادات اللي قلته في مو بلاك بانثر سوري بلاك آدم كل الانتقادات اللي قلته في بلاك آدم كلها جاء النقيد منها في فيلم بلاك فانثر والحلو وأنا مرها ببصوت ومو دايما تزبط معايا بس أنا مرها ببصوت لما نجيد قبل يومين بأقرأ وبأشوف إنه بلاك باند بلاك آدم بيعاني إنه على الأقل بريك إيفن إنه يجيب أرباح تخط الخسائر حق انتاج الفيلم يجيب حقه يجيب حقه يجيب حقه بس قدامها وكاندا مارفل بالرغم من كل الأفلام السيئة والتوقعات عقت الناس والناس بطلت تحضر لمارفل بعض الأحيان راحوا جابوا أرباح وصلت 760 مليون ما جابت المليار كعادة الأفلام المليارية بس ما حد كان متوقع مليار من دالفيلم أصلا مزبوط فهذا أنا مرة حبيت إنه كيف جينا قفلنا الفيز الرابع أو المرحلة الرابعة على نغمة تصاعدية حلوة نوعا ما من مارفل شوية يعني خلي في حماس وأشكرك على إنك أبرزت إن الجانب الدرامي مع الفيلم هو اللي شايله في الحقيقة يعني كل ما بنتكلم على التجربة البصرية المؤثرات وكل الأمور دي دي في أي فيلم في الدنيا مهما حصل هي أكسيسرس بدون قصة عمرها ما حتعايش فيلم الفترة طويلة أو تثبت كفاقته بدليل إن أنا خارج من الفيلم المشهد الوحيد اللي أنا أتعدلت في قعدتي وأنا بتفرج عليه وحسيت بن بهار وأنا بتفرج عليه المواجهة اللفظية ما بين الأم وما بين أكوي لما رفدتها من منصبها وواحد بيدفع عنها بيقول لها دي فقدت جوزها تقول لها جوزها ده مسجون هي ممكن تروح تزوره أنا اللي فقطوهم عمرهم في حياتهم ما حيرجعوا تاني أنا أنا أتعدلت في قعدتي وماي جود دراما بجد في عالم مارفل مش قادر أصدق يعني دور حلو كتابة حلوة والشرير نرجع للشرير مرة تانية أنا يمكن لو أبغى أكون قاسي على الفيلم أقول حرام الشرير زي ده ما تتغلغل فيه أكتر يعني فيه يعني الفلاش باق وممثل ما أعرفوش أنا أول مرة أشوف ما أعرفوش قال لك موود في ناركوس أنت عارفين علاقتي بالمسلسلات فما أشفتوش بس إيه ده الرواع دي عم أبغى أخذ جهة ما أتكلمتها في الحلقة عندي وصراحة ما كنت مركز عليها بشكل كثير بس بعدين بديت أشوف كلام الناس وأشوف بعض الأمور يقول لك كيف طلعت عندنا حضارة من العدم؟ ليش الحضارة دي ما كان أحد يعرفها قبل كده؟ ليش يعني زي اللي تم إسقاطها بس عشان حفكة الفيلم بتطلق هل أنت حاسب الشي ده؟ لا خالص بعض اللي مقدمات هي حضارة سرية ده هو سر الصراع كله على بعضه مع واكاندا أنتوا جذبتوا إلينا أضواء ما كاناش مطلوب أن يبقى في حد عارفنا أو عارف أن احنا موجودين من أساسه فالأساسية بتاعتهم تاريخية جدا 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 مفيش داعي لتنولها حاليا ومركز الصراع ما بينهم وما بين واكاندا هو أنهم لما انتوا انفتحتوا على العالم الناس بقت عايزة الفيبرينيوم انتوا رفضتوا تدهولهم جم يدوروا عليه عندنا ودلوقتي احنا بينا في مشكلة مع بعض ولازم تحلوها وإلا تبقوا قاعدة فأحس نايمة بنية ومتقدمة كويس أنا شايفة منطقية جدا أنا شايفة منطقية جدا واللي الفيلم ما سواه بس اللي عرفته أن الكوميك كان عامله الحضارة دي جماعة حضارة أتلانتس وأتلانتس دي حضارة يعني في كل القصص والروايات بيقول أنه في عندنا قارة كان اسمها أتلانتس واختمت في يوم من الأيام فهي يعني مبنية إنه هي مختفت هي موجودة وهدول الناس هم اللي عايشين فيها وهذا الوصلة لوصلت له فلها جذور حلوة يعني لها جذور حلوة يمكن ما تعمقنا فيها زيادة في الفيلم مع أنه الفيلم كان طويل حسيت بطول الفيلم؟ خلص حتى أنا أبداً أبداً حتى أنا حسيت إنه صح إنه كان طويل ما أدري من سمعت المعلومة دي إذا كان صحيح إنه أطول فيلم أو ثاني أطول فيلم بعد إند جيم بس أنا ما حسيت بطول الفيلم كان جيد الرتم حجه كان كويس زي الفل طب تعالنا نتحرك من الفيلم اللي أنا وإنت عارفين رأي بعض فيه وأول فيلم يعني زمنياً بالنسبة اللي عايزين نتكلم عليه لأحدث فيلم زمنياً والفيلم اللي بكل تأكيد يعني إحنا الاثنين قلنا لازم نكون شاكينه قبل هذه الحلقة وأنا لازم نخلصه قبل الحلقة بساعتين ثلاثة يعني ومعنديش أي فكرة إحنا رأينا في إيه على الإطلاق فيلم العودة لويل سميث اللي نزل على أبل تي في بلس يمكن أول إمبارح ودينا شفناه وزي ما قلت كده ما نراش رأي بعض نحن نعرف رأي بعض فاضي فيلم فاضي الله ينور عليك فيلم عبارة فيلم عبارة عن وعاء قد كده كبره كبير كبير بس من جوه فراغ ما في أي حاجة دخل عندك بتحاول تلمس شيء ما في فيلم طويل جداً وبيجي وبيغرب كل حاجة متوقعة تماماً ما تم استغلال القضية بشي جديد المشكلة أني شفت مقابلة ويل سميث مع تريفر نوة كان بيروج للفيلم أول مقابلة الويل سميث من بعد اللي صار في الأوسكار وعملها مع تريفر نوة حلوة مرة نحن حنقفل وحروح أجري عليك حلوة مرة واللي زاعي لك يا محمود خلي بالك تريفر تريفر من الناس اللي انتقدوا ويل سميث جامد وهذا اللي جايك فيه فتريفر انتقدوا جامد طلع معاه الطريقة اللي ويل سميث أتكلم فيها عن الفيلم باع الفيلم بشكل يا راجل أنا خلصت المقابلة صرت قاعد على العصابي متة تاني يوم يجي وأتفرج الفيلم لما ينزل الفيلم هو بيحكيه بيحكي عنه كحكاية رائعة رائعة بيقولك الفيلم ده مو عن العبودية الفيلم ده عن بطل فين البطل أنا ما شفت أي بطل أنا ما شفت أي بطولة في الموضوع فالفيلم كان فاضي جدا من الأساس تبعه طويل زيادة عن اللزوم الحوارات فيه من أضعف متكو ما في حوارات أصلا كلها عبارة عن اقتباساتهم كنت تسمعها في أي مكان جاي إنه واحد رمى جملة عبارة عن اقتباس وليس حوار مطول طلع منه اقتباس في النصوى اللي تفرج معايا بشكل كتير وصراحة يعني من أسوأ الأفلام أنا شفتها في سنة 2022 من أسوأ الأفلام ومن أسوأ أفلام ويل سميت مع أنه ويل سميت عنده أفلام كثير سيئة هذا ينضم للأفلام السيئة جدا كمان لويل سميت لكن الحسنة الوحيدة إنه يرجع يذكرني مرة ثانية إن البلد ده أو الراجل ده عنده قدرات تمثيلية جميلة 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 ورائعة أنا فعلا 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 في مقطع أو اثنين اللي حسيت إنه جلبي كان معا بس الفيلم كله كان سهل وفقك اختيارات فنية غريبة جدا البلت بتاعت الألوان أنا مش فاهم يعني عدت كتير أحاول أكبر نفسي على تقدير إن تحت هذه البلتة بالتحديد ما تقدرش تعرف مين أبيض ومين أسود إلا من خلال الشرور اللي موجودة جوا روحه أنا حسني باتحان يكتر من اللازمة يعني وأنا ببرر هذا التبرير حسس بإيه إيه ده الحناكة من أنت فيها الأجواء السودوية الجريم يمكن دوت اللي هو كان عاوز يجري عليه يمكن كان عاوز يخلق بعض اللوحات الستاتيكية الحلوة والحقيقة ده حصل اللوحات القليلة اللي تحس فيها بتواجد اللون الأخضر في الزرع أو اللون الأحمر في الدم أو الأمور ده لو عملت بوز عليها فهي لوحة ثابتة من أروع ما يمكن ولكن في الحركيات أنا قدرت أمور قليلة جداً مش أمور كتير يمكن في مشهد الحروب اللي في الآخر وبعدين ده خلاني أبتدي أفكره وإحنا إيه لو وصلنا لمرحلة الحرب أساساً ده يبدو زي ما يكونوا فيلمين متخياطين مع بعض ومش لائقين على بعض والفتلة لا لايق على الجنب ده ولا لايق على الجنب ده نص الأول اللي منه شبه أبوكاليبتو بتعمل جيبسن بتاع قصة الهروب ولكن لما تيجي تفكر إيه هو حجم المواجهات اللي موجودة جواها مفيش ده هي مواجهة أو مواجهتين والبروفايل بتاع الشرير اللي قعدنا نبنيه ما تمش استغلاله إطلاقاً ولا حتى بفكرة الفورشادوينج لأنه هو قدم في الأول فورشادوينج لعدد من النهايات الرائعة ليه هو شخصياً وفي الآخر ما تمش استخدامها خالص وبعد ما خلصنا والشرير نفسه ما نجاعد نتكلم على كيف أبوه رباه وكيف كانت علاقته معاه وقلت اوكي يعني هيجي منه شي حيطلع حق ولا شي ولا شي ده هي ده هصرع ما بين الكنين وحيستمروا عبر فصول كتير ولا أي حاجة خالص وبعدين خلصنا المرحلة تاع أفوكاليبتو دخلنا في المرحلة بتاع جلوري ده مع الحرب بالسرج بتاع الجيش الأسود دوت والكلام دوت ده قصة فيلم اللي اولا فاكر صح جلوري تاع ماتيو برودريك ودينزل واشنطن ومورجن فريمان تقريباً نفس الموضوع بالضبط والنهاية متوقعة جداً زي ما انت بتقول كل الفصول شبه بعضها الخلاص اللي موجود في الفيلم ومعك تماماً في الحوار فلسفي أكتر من اللازم عمال يحمل الأمور الأحداث بتاعتنا بأحمال دينية هو لا يحتملها لأن هو ما بيقدمش النقيق بتاعها وفي الآخر أداءه جميل شايل الدنيا يعني الناس كتير ممكن تقوله بس أداء ويل سميث مش أول أداء رائع في فيلم وحش في تأدير الشخصي لا في السنة دي ولا في أي سنة فاكتر بيوتي نفس الشي فيلم كان فاضي أداء ويل سميث والدمعتين دي خلتني أكون معه ولا الفيلم هو فاضي مرة تانية ويل سميث بيقرأ دوره بس ما بيقرأ الفيلم كامل إيش نظرته حتى استنيت نهاية الفيلم ما بيشوفه كان بروديوسر ولا لأ هو كان بروديوسر كان منتج يعني كان في الأغلى بروديوسر في الفيلم فكان لك يعني أكيد كان لك كلمة في الفيلم بس الفيلم كله كان فاضي بطريقة مزعجة وحاجة إضافية بس إني اللي زعي لك يا اللي زعي لك يا محمود إيش هو؟ لو شفت المقابلة مع ويل سميث هتلاقي إنه البرميس حق الفيلم يا جماعة إيش بيقدم الفيلم؟ الفيلم بيقدم حالة فعلا ما تم قبل كده مناقشتها في الأفلام سابقا إيش هي هذه الحالة؟ أمريكا كان فيها العبودية تمام؟ إلي ما طلع إبراهام لينكن اللي هو كان الرئيس الأمريكي وقتها وأعلن إنه حنوقف العبودية هل بعدها بيوم خلاص كل واحد عنده عبد قال له الله معاك وخلصت الأمور إحنا ما قد شفنا شفنا قصة لينكون كاملة في فيلم حق دانيل ديرويس كانت من شرارات الحرب الأهلية اللي استمرت سنين بالضبط شفنا فيلم دانيل فيلم لينكون حق دانيل ديرويس شفنا كل شيء وصولا لهذا القرار وصولا إنه كيف طلع القرار وصولا لاختيال إبراهام لينكون نفسه بس ما شفنا تبعات القرار على العبيد نفسهم على كيف وصل لهم الخبر على كيف كل مالك للعبيد كيف هيتصرف إنت لو تفكر فيها سيبوا إنه العبودية مفهوم من أقصى المفاهيم الإنسانية اللي الواحد الآن ما يستوعب كيف كان يعني شخص يملك شخص آخر إنت ما تستوعب أنت إنسان في العصر الحديث ما تستوعب هذا الشيء بس هذا الشيء كان ساير زمان فما بالك الشخص اللي زي ما تجي تقول كل سياراتك هذي اللي عندك أي واحد عنده سيارات أي واحد عنده تلفزيونات في بيت هذي مين حقتك يلا هي حرة طليقة أنت كمالك لهذه الأشياء هل كل الناس سيسمعوا الكلام؟ هل كل الناس ستشوف أهمية الحرية هذه؟ طبعا لا في اللي سيرضوا في اللي ما سيرضوا في اللي سيعانوا في اللي ما سيعانوا في اللي ما سيعانوا فكان فيه برمس كان فيه عندك قصة من الممكنة تغلغل فيها ومعاناة درامية كثيرة حتى لدرجة ممكن تخليني أوقف مع مالك العبيد يا بوي أنا هذول تجارتي لو سبتهم هفلس يا بوي أنا صحولي لا فيه كثير طبقات كممكن ندخل فيها ونفهم فيها الإنسان حتى الإنسان القاسي اللي كان متملك لبشر آخر كيف بيفكر رهيبة الفكرة ما راحولة ما راحولة دايما الزاوية دا بيعملوها من معاملة المنظور بتاع الشيطان الأبيض أنا حاسس إن المفيد تاريخيا إنك فعلا اللحظة من اللحظات تشوف إن الفرق الزمني ما بين البشرة اللي عايشين النهاردة وما بين البشرة اللي كانوا عايشين ساعتها مش عملاق لهذه الدرجة دول مية وخمسين متين سنة يعني سبعة من جد عملية مش بعيدة قوي يعني فلما يكون فيه رأي جامعي في نص أمريكا بالكامل على هذا المنظور القاسي جدا السيء جدا اللي أنت مش ممكن تتخيل إنك تقبله النهاردة فيه دروس فيه حاجات تتعلمها منه فيه حاجات ممكن النهاردة تفيدك في حياتك وأمور زي دي لسهو الفيلم طبعا ده ما كانش من هموم ما كانش من أولوياتك اقتصاد أمريكا بالكامل اللي وصل لحد الثورة الصناعية بداية 1900 كان كله مبني على العبيد انت شفت الفيلم في البداية مين كان بيبني سكك الحديد؟ العبيد مين اللي بنولك الناطحات السحاب دي في البداية؟ من العبيد مرورا للمهاجرين اللي كانوا عبيد بشكل آخر اللي جواه من أوروبا المهاجرين فعندك كثير أشياء كممكن منها اقتصاديا اجتماعيا كثير أشياء تفهمني كيف الإنسان اللي قبل 150 سنة كان بيفكر؟ إيش الأشياء؟ هل هو كان بس إنه هو إنسان شيطان وخلاص؟ وللأ كان فيه واقع اللي لازم يتعامل معاه؟ وهذا الواقع وهذا المصالح الشخصية هي خلته يحارب من أجل هذا الشيء ما شوفنا هذا لا خلاص هو كان سيء كان عنده عبيد وابرهام لان كون الطيب اللي قال لا ما في عبيد وخلاص انتهى الموضوع لا الموضوع أعمق من كده وخسار الفيلم ما راح لده الشيء وولي سميث في المقابلة مع تريفر موه باعني إنه هو هيخش في التفاصيل دي الفيلم في بدايته أصلا فيه زي تيكست كده بيشرح الظروف التاريخية والجغرافية اللي احنا موجودين جواها عايزة أقول اللي ما شافش الفيلم إنت لو قارت الكلمتين دول هما دول الفيلم كله يعني هو ألف وصول الفيلم نفسه بكل حاجة حصلت جواه وخلاص في الكلمتين دول لا لا حصلت فلا ما انبسطتش بيه وفعلا انت علقت على إنه طويل أنا نمت وأنا بتفرج عليهم بارح بالليل كنتم تصورني هتخلصوا معرفش هتخلصوا سبحان الله أنا النقطة اللي وقفت فيها هي نقطة نقطة نقال أسفين على السبويلر يا جماعة الماشية نقطة انضمامه للجيش اللي هي كأنها فيلم تاني خالص كأنها حاجة ملهاش أي علاقة باللي حصل قبل كده من أحداث وأنا أنا طول عمري كان عندي تعليق سلبي على أونت وانفك هو كمخرج لأنها في تاريخه عدد كبير جدا من الأفلام منها أفلام كتير حققت نجحت تجاري كويس أنا في رأي الشخص الرجل ده ما عملش غير ترينيج ده فقط لغيره وأنا حسس إن أنا عايز أفتح تحقيق في مسيرة الرجل ده عشان أثبت إن ترينيج ده دوت مش من إخراجه ولا حاجة ده غالبا من إخراج حاجة تاني لأن الرجل بيهدر الفرص نفسه اللي هو قدمها يا جماعة فيلم إيمانسيبيشن دوت فيه فرصة لعدد من التبايونات وانت بتتفرج تقول منطق إنه هو يستغل لها ولا كأنه كان موجود وهو بيقدمها أصلا يعني معلش برضو سبويلرية على الماشي أثناء رحلة هروب بيتر بيعدي على منزل فيه أسرة قاعدة منها بنت صغيرة بتسرخ على إنه ده هارب ده هارب ده هارب البنت نفسها هي طفلة بريئة بتتحول لشكل شيطاني جدا في المشهد ده وبعد كده في رحلة العودة بتاعت بيتر كمنتصر عدينا على بيت أنا تصويته إنه لازم يعدي على البيت ده لازم نشوف الأسرة دي لازم نشوف الجرس اللي هي كانت بترن عليه ده ولا أي حاجة ولا أي حاجة والبنت الصغيرة دي يا جماعة اللي حيشوف الفيلم بدان بنحرق الآن البنت الصغيرة دي بتقول هارب 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 عشان هي عمرها تسعة وثمانية سنين شيطانة ولأنه هذا الطبيعي عندهم وكان دائما ما يكون فيه هروب متعادي في المجتمع صاحب متعادي وتربت على إنه بتشوف شي تقول هي مستنية حلاة واحد ديها مصاصة ويقول لها شاطرة يا بابا مواضية عميقة اجتماعية جميلة كان من الممكن يروحوا فيها وللأسف يعني بالعكس مو بس فيلم عبودية آخر سيء كحتمان يعني سيء سيء جدا كمان ننتقل بعد كده الفيلم ما ينفعش بقى أن نقول عليه كلام من اللي احنا قلناه من شوية وده أنا عارف رأيك فيه وأنا اتكلمت عنه في الستريم فيلم دامينيو هنصده من أجمل من أجمل من أجمل أفلسة أنا ما شفت الستريم شفتك نزلت استريم وكان مفاجأة لي أنت سرت يعمل استريمات على اليوتيوب ده حين آه يس أنا نقلت خلاص من نيمو بالكامل لليوتيوب مبروك وحاول أحرص على أن يبقى عندي عدد كبير من الستريمات على التلقى مبروك يا مان والله خطوة موفقة جدا للأسف ما شفتها كان يعني شفتها طويلة ساعتين وما دخلت شفتها بس أمبسطت أنه أنا في البداية حسبت أن أنت أنا يعني زي ما عملت في ماتش جامد زمان أظن لأ آه أنا بستريم على نيمو بجيب الفيديو بعد كده لا لا أنا بستريم انتائر لي على يوتيوب مرة شي جميل مرة شي جميل طب قولي تنورنا لازم تنورنا مرتين ثلاثة في الستريم أكيد لا كده أسهل علي كده على طول يوتيوب ألا جيك أدخل على طول طب سؤال أنا عشان ماشي أنا نزلت المراجعة حاجتي فبغلت سمع رأيك مع ليش يعني لو تقول لنا بالضبط رأيك في الفيديو آه دامينيو عظيم وعبقري أنا شفت الريفيو بتاعتك أتفقت معاك في كل حاجة تقريبا آآ رالف فاينز يا جماعة أنا السنة دي وبما أنك معنا في كاس العالم فالحمد لله حعرف أتكلم معاك في الحتة دي أعمال قارن دايما في ستريمات الكورة كمان ما بين رالف فاينز وما بين أوليفي جيرو مهاجم فرنسا اللي هما اللي كنين أو البشر عموما اللي على وجه الأرض اللي حريصين في كل لحظة في حياتهم إنهم يقدموا أفضل نسخة ممكنة منهم بصرف النظر عن حجم التكريم اللي بيقابلوه سواء رالف فاينز أو أوليفي جيرو تيجي تتكلم على أعظم الفيلانز في التاريخ تعدي عليهم كلهم وتنسى رالف فاينز تعدي عليهم أعظم الممثلين الإنجليز على وجه الأرض تفكر فيهم كلهم وتنسى رالف فاينز تفكر في المهاجمين العالميين تتفرر تفكر فيهم كلهم وتنسى جيرو لغاية لما تتفاجأوا وانتقالوا قدام التلفزيون وبهذا الهدف أصبح أوليفي ريز جيرو قال له هدى في التاريخ المنتخب فرنسا احي ده حصل امتى ده انا اتفاجئت وانا قاعد ان الكلام ده هو اتحصل يا جماعة في هذا الفيلم بيقدم اداء يا الهي وانا مبسوط جدا ان انت اديته التكريم اللازم بالوجه الغاضب المجرد تماما من الشغف المستعد للقتل المستعد للاجرام لغاية لما اللحظة اللي بيلاقي واحدة من الديوف بتاعته بتقول ان لسه جعانة اتفربت على الترانزيشن دي في السينما يا ربي يا ربي الاتسامة الخفيفة اللي جات على وشو بتاعت انا ممكن بعيدا بقى عن كل الفلسفات المطعمية والهدلوية والمعرفش مين وكلام ده انا ممكن اقوم واحد من عندي جي جعان وقام شابعان بس فجأة الحياة دبت فيه مرة اخرى انا بعد الفيلم مكلت بورجر شاوستكوا بعد الفيلم مكلت بورجر بس كمت باشا انا ماشي من ساعتها بدور على الصندواتش ده في كل حتة بروحها احنا على القهوة اللي بنقعد عليها فيه مطعم جنبها اسمه وادة تروك بحبه جدا بيعمل بورجرز كتير قوي في المينيو ما فيهوش تشيز بورجر فبروح اقول له بص الموضوع ببساطة عاوز اتنين بورجرتين رفاق يعين مشتخان تحطيلي عليهم بصل وسلايستين تشيز وتسيبهم لما يسيح لو عاوز اجبلك الفيديو اجبلك الفيديو يتهيلي بس انت مدتش نيكولوس هولت حقه اللي هو يعتبر البطل الاخر بتاع الفيلم شايف ان هو قدم دور مهم جدا وقدم منظور جايد جدا وانت قريته حلوة قوي بتاع الشخص زي ما هو شخصيا التشاف بتاع ما وصفه قال له انت اللي بتجرد العمل الابداعي من السحر انت اللي بتطلع تكشف حاجات ممكن تكون صحة ممكن تكون غلطة مش بيقول عليك ما بتفهمش مش ده الموضوع ولكن بتجرد الصنعة من عامل السحر اللي موجود فيها يمكن بس الانعكاس والتفسير بتاع الرمزيات انا وانت في جلتشاية صغيرة اه ايش انت ميلته نحية انت ميلته نحية المجتمع وده منظور اللي ما فكرتش فيه وهو منظور صائب يعني انا مش ضده خالص بس ان لما اتفرجت عليه حسيت بحاجة تانية انا حسيت انه هو بيتكلم عن حالة الفن حالة الفن في المجتمع حاليا وطريقة استقباله بان الاغنياء عاوزين يسيطروا عليه ويحتكروه ليهم هم بس يحطوه في المعارض بتاعتهم يحطوه في المهرجانات بتاعتهم يحطوه في المسارح بتاعتهم يحطو عليه تيكت غالية جدا بحيث ان ما فيش حد يقدر يوصل له غير الاغنية جدا وبعد كده قدم تحليل روح الاغنياء ده شكلها هعمل ازاي منهم اللي جاي عشان المنظرة ومنهم اللي جاي علشان يخون مراته ويبهر اللي هو جاي يخونها معاها وفي الموظفين بتاع ويلد ستريت التلاتة رائعين على فكرة مش باخد ضحقهم برده التلاتة الموظفين دوله بتاع وللصدفة لأول مرة في التاريخ في حد من العوام تسلل ولا بقى موجود في هذه المعادلة ولأول مرة الشيف بتاعنا يحس ان القدر بتاعتهم ما بقيتش موزونة زي ما هو حاسس دايما انه بفجأة بقى عنده blind side انتي ايه انتي مش زي اللي انا بشوفهم كل ليلة في حاجة غريبة معنا النهاردة لا لا ده منيو رائع 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 وانا انا قمت من من ال عارف انت دايما يا مهر انت وانا وكل الريبيورز حبابنا عندهم بصمات في كلامهم عندهم كلمة اللي ايه دايما بيعدها شويتين دي بتاعت ماهر دي بتاعت ماهدي دي بتاعت عزيز دي بتاعت كمال دي بتاعت محمود انا حاسس ان انا طالع من الفيلم ده وتعاوز اتبنى كلمة just a will made cheeseburger اني فيه افلام ينفع نطلع منها ونقول يا جماعة الفيلم ده is just a will made cheeseburger وده يخليه ارقى واعظم واهمة من حاجات تانية كتير بتحاول تدعي ادعاءات في غير محلة انا طب انت في المناقش ابتدي تقييم كم ولا ولا ما اقول تقييم اديت تقييم اديت تمانية ونوص لما فاكر صح انا اديت تسعة في الاول بس دي كانت غلطة يعني كنت كتب الارقام قدامي وبعدين اطلق بقى انا كنت عايز تديره تمانية ونوص زيك بالزبط انت ديته تمانية ونوص يعني عارف يعني امكان هذه حاجة مداما اقولها ما في عندنا انا عن نفسي يعني انا ما عندي مثلا excel sheet كده قدامي واقيم واعطي التقييمات عندي دايما كده يخلص الفيلم اقول ده كده عارف في افلام احساسه وبطرن ايوة يعني اللي ساعات بعمله بقول انا عاوز اديله كذا بس ثانية واحدة انا عايز ارجع اشوف ايه بالزبط بالزبط فان الفيلم ده كده وانا جالس لا ده مش تسعة مش تسعة لانه لانه في حتة كده في العظمة موصل لها تمام لكن مش اقل من ثمانية ونص اعطاني كل اللي ابغاه انا شبهت بالمسرحية الفيلم بالنسبالي كان مسرحي يصلح جدا مسرحي اكثر من انه بيتناول قصة وحدث وغيرها الشخصيات اللي جالسة كلها واتفق معاك من ناحية التمثيل على المجتمع وفعلا بيمثل للمجتمع انا ما اعرف ولا ماضي اي شخصية غير البنت انا ما اعرف اي حاجة عنهم غير اللي هو بيقولوا عنهم واللي كشفوا عنهم في المكان اللي موجودين هما مجرد بيعلقوا على حاجات معينة بتصير معاهم اللي صاير الحدث اهم من الشخصيات فهو عملية مسرحية كانت ولا ارواح لو جينا على التمثيل مان انا حب الاشرار تمام الشر اه واذا اعتبرنا انه هذي شخصية شريرة مو لازم انه يكون وجهه مخبوط ولا معضل ولا شي بكل هدوء وبالصفقة بس خلى ناس كلها تخاف بما فيهم المشاهدين كوميديا حتضحك من قلبك انت تحط يعني العبقرية فيها ايش الكتابة الكوميدية عظيمة لدرجة مو كي تحطها فيلم كوميدي مستقل مضافة على عوامل سسبنس وهذه اول مرة اشوف فيلم كوميدي مع الترصد الواحد المترقب ترقب كوميدي هذي اول مرة اشوفها مع انه الاداء الكوميدي والتعليقات اللي بتخرج بتطلع كأنه كلام عادي يعني اللي بيطلع الكلام ده بيتكلم بكل جمودية بكل جدية ما هو انه واحد بيضحك ولا بيهزر مع احد فهذا زادها جمالا وزادها كوميديا فانت سير في وسط القاعة وماني عارف اذا انا بابالغ يا جماعة بس قلوني ساير بأضحك بقلق هذا احساس جديد عندي انا قاعد اضحك بس قلقان انت ايش بتسوي يا عمي فيه انا مرة حبيتها فيلم صراحة يعني كانت تجربة جديدة وانا احب اللي جربوا بالطريقة هذه وكانت يعني اللي خلاني احب الفيلم فاكر المشهد اللي مع الكريتيك انا طول وقت بافتكر المشهد ده وانا بأتفرج لانه انا دائما انت محسرتش انت محسرتش بالاحرك شوية من منظورك كريتيك طبعا 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 وهذا الشي اللي دائما يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله عن نفسي انا شخصيا الكلام اللي بقوله على الافلام وده كله بقى جرد نفسي تماما من كلمة ناقد واحد ودائما بقوله وانت تعترض معايا من ده الشي ثانيا هو مو مصدر رزق انا مو مصدر رزقي على اني اتكلم على احد واجلل من شغله فانا هذا الشي الوحيد اللي بخليني انا احتمل بس فوق هذا كله فاكر بنفسك كده فلت لان ما تلميو وفينا حيو وفيك معانا متفتكرش على الحاتين بس صراحة الكلام طالع من قلبه ودائما حسيت فيه وهذا فكرني بالمشهد نفس الكلام شفناه في الناقض اللي موجوده في المطعم اللي قاعدة ترمي كلام كده ولا اي حاجة بس ارمي اي كلام في اي كلام وانتهى الموضوع هنا بس اللحظة اللي قاعدت تقول اوكي احنا مسرحة بالزيادة وليس شخصية لانه حتى الكلام حق الناس اغلبهم كلهم من الجلسين مع عدد الشخصية الرئيسية كل كلام في مصطلح بالانجليز اللي يقول لك up to the nose اللي بيحشر لك هو ما خلك تفهم السياق من كلامهم لا كلامهم جاي عشان يوصل لك النقطة دي يعني احنا كده احنا سطحيين احنا شايفين نفسنا احنا كده مو وسط الكلام واخده عطد انت تستنبط ان هو سطحي او تستنبط لا هو بي بما فيها الممثل اللي هو بيقول انا قليل انا ضعيف انا حقير انا ما عرفش مين فهذا الشي فاد الفيلم او ما فاد الفيلم هنا اللي قعد تقول اوكي هو مو قصده على الشخصية ما يبغى نرتبط على الشخصية وبقال الحدث هو بيعلق على الحدث هو جاي في طبقات من المجتمع بيعلق عليها انا هذا الشي مرة حبيته اضافة لانه الفترة الاخيرة بالذات اخر سنتين ثلاثة من قبل كورونا حتى بدت تطلع عندنا هنا عندنا في السعودية هنا كثير مع السوشال ميديا وتوقع في كل مكان في العالم مطاعم واماكن تروحها للتصوير فقط فقط انك انا رحت هذا المكان انا جربت هذا الطبق انا كنت جزء من الترند فقط كثير مطاعم رحتها طريقة التقديم حق الاكل الفايب حق المكان الامبيانس حق المكان الجو العام حق المكان رائع خرافي تاكل اكل تعبان اكل جدا سيء مرة حب تحس ان في واحد بيحاول يرسم لك لوحة على الطبق من غير ما يكون الياف ليبر او طعم او تشغل ولا اي شي وفي الاخير تجيك فاتورة قد كده لان انت بتدفع فعلا مو قيمة الاكل انت بتدفع قيمة التجربة بالكامل فلما نجا الاكسكولوسيفتي مو بس الاكسكولوسيفتي الاكسكولوسيفتي وما جابوهم لجزيرة ودخلوا وجلسوا انت بتدفع تمن ده كله يا باشا ما بتدفع تمن الطبق وهذا المقارنة والمتباينة الجميلة جدا مع التيز بيرجر في الاخير اللي هو شي ممكن تلاقيه في اي مكان في الشارع واحد بيعمله مرة حبيت الفيلم مرة حبيت الفيلم تعليق انا التحفز الوحيد اللي عندي شبه التحفز بتاعك بس زويته مختلفة شوية وهي سلوك الناس اللي في المطعم فعلا لان لما العشاء بتاعنا بياخد منحنة سوداوي شوية ودموي شوية فيه كنين ما بيتصرفوش بشكل طبيعي فيه نيكلوس هولت اللي هو البطل بتاعنا وفيه الناقدة لان النقد دايماً حاطت نفسه في مكانة انه من حقه انه يحلل اي حاجة بتحصل قدامه من منظور فني ولان التاني واخد فيها انه نفسه ينزل تحت جناح التشاف فهو بيصدق على كل حاجة بيقولها ده مقبول شوية بالنسبة الولاد بالنسبة لنيكلوس هولت لانه في الاخر اتقدم تبرير لده انه من الاول كان عارف اللي حيحصل ده مش زي الباقي بس رد فعل الكريتك الهدف الاساسي منه هو المشاهد هو بيتفرج يقول ده رد فعل غير طبيعي يبقى اكيد فيه سيمبلزم يبقى انا المفروض اكون بفكر فيها شوية انه بيرمز لحاجة وانا المفروض ان انا بذل عليها مبهود ده اللي دقيقني شوية انا فيه انا فيه كمان حاجة للأسف اني انا صارت تطول معايا الفيديوهات حقتي يا محمود ما انا عارف اكتب كتير واتكلم كتير فاضطريت اني احذفها في المراجعة فيه مشهد انا مرة حبيته اللي هو لما نجا تكلم مع هذا الشخص المهوس بالمطاعم وكده وقال له طب يالله ورينا جم اطبخ تمام انا اكتشلي ده يمكن ايه اللي ما حبيتهش بس كم انا ليه حبيته ليه حبيته انا دايما احس وهذا الكلام اللي بيجينا دايما احنا في التعليقات وحاجات زي كده انه اول ما نتكلم على فيلم يقولك لو فيه خير روح سوي الفيلم ده تمام انا دايما عندي احساس ما دي صح ولا غلط انه اذا كانت الناس العادية بتقول كده فمن باب اولى انه حتى المخرجين او حتى الممثلين لو شاف واحد بانتقده اول حاجة بتجيك ردة فعل لو فيه خير سوي زي هما بيقولك فانا حبيت انه ده شيء صار جدامي انه جل لو فيه خير يلا اعملها فهي ردة فعل طبيعية ردة فعل طبيعية بس هو بس دفاع عن وجهة نظر خطئ يعني انت دلوقتي قدمت اداة فنيا جميلة جدا وانا دايما بقول كده انا بحب طريق تقديم الرسالة حتى لو مش متفق مع الرسالة وقاعد تعمل نفسك فيلسوف حط نفسك خش المطبخ ووريني هتعمل ايه فعمل عك فانا حلوة طريقة جميلة ولكن الرسالة خطئة تماما الريفيور او الكريتك مش لازم في الاساس يكون ملم بكل اسرار الصناعة ويقدر يصنع عمل احسن منك علشان يقدر يتكلم ويقول رأيك زي ما انا بقولك انا سمعت سمعت رأي زمان قوي في مجلة ميكي جيب ميكي جيب والله مش هزار وانا طفل وكان من اجمل ما يمكن وعجبني جدا انا عمري في حياتي ما بط قبل كده بس ما فهم في طعم الاملت اكتر من الفرح اي لاف دات اه يا جماعة انا ممكن يكون عندي ويامة مخرجين وممثلين وصنع افلام وممتجين جلسوا في لقاءات وفي ندوات وحاولوا يشرحوا مكنون احساسهم عن العمل اللي هم عاملينه سواء اللي كان في صورتهم او النتج النهائي وفشلوا لذلك في ناس تانية مهمتها وشغلتها انها تنقل احساس المتذوق والمتذوق ده هو اهم واحد في الدنيا لذلك انا بحس رسالة طب تعالى اقعد ووريني تقدر تعمل ايه رسالة فيها درجة عجرافة انا مش قابلها خلص طيب تمام انت بتتكلم على اكبر عجر اكتر واحد متعجرف اللي هو الطاهي ده والشيف ده يعني هو لو ان تصرفاته كلها سليمة وصحيحة كان يقول لك عادي جابوا لك واحد مهووس جابوا لك واحد مانياك مجنون بيتصرف ومو معناته كل كلمة بيقولها صحيحة بس انا ما شفتوش كده انا ما شفتوش مانياك ومجنون الا بالعقس انفجر خلاص لا 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 هو راجل مر بكل ما راح للإحباط والضيق وخيبة الامل من المسيرة بتاعته ما بقاش عجبه انا حسس ان ده ما هواش رسم الشخصية من الهواء انا حسس ان ده محاولة تكسيد لإحساس المبدعين كلهم بما فيهم مؤلف الفيلم وعلى فكرة انا اتفجأت بان مؤلف الفيلم غير كاتبه عادة المشاريع اللي تبقى شبه كده بيبقى مخرجة هو لا بس الحلو في الموضوع اللي انا قريت على الكاتب الكاتب يقول لك انه هو جات الفكرة وهو كان في مطعم المطعم برضه ودا في جزيرة واكل في جزيرة فيقول لك هو بياكل قاعد يقول اوه انا ده انا بغى ارجع الان ما قدر ارجع لازم استنى كلهم يخرجوا معايا فمن هنا جاتوا الفكرة حقة الفيلم فكانت حاجة حلوة بس اللي بحاول لا بس فيلم عظيم من اجمل من اجمل افلام الفين اثنين وعشرين من اجمل الاداءات بس ابغى اوقف عند احنا اتكلمنا كثير على الشف بس ارجع لانيا تيلر جوي يعني كل فترة وثانية تطلع لي بدور يثبت مرة ثانية انه هي من افضل مثلات في اخر خمسة سنين بالاضافة لسيرشا رونان انا ما اشوف احد جنبهم اليوم يعني من فلورنس بيو وفلورنس بيو انت لسه ما شف ويمكن لو فكرنا نطلع بحاجات تانية ما شفتش لا شي سد مش شي سد اسمه دا واندر لا لا مو دا واندر لا سيفك من دا واندر شوف فيلم اسمه don't worry darling اه ما عاعدش في السينما هو نزل وتشل بسرعة بحاجات تشوف لما ييجي بقى على بلاتفور ضروري تشوف خلي بالك هي موجودة في أوبنهايمر كمان اه اوكي لا هي هي شاطرة بس برضو انا هي ما هي بمستوى سيرشا رونان ولا جونان ولا انا تيلر جوي انا عندي دولة الاتنين اعلى منها مع انه وانيا تيلر جوي والله انا تيلر جوي ممكن يبقى لها افضلية لانها مثبتة على مستوى الافلام والمسلسلات كده افلام ومسلسلات بسيرشا رونان جدمت ادوار كتير مختلفة وسينمائيا يمكن عشان كنت محظوظة بالادوار اللي جات لها خلي بالك سيرشا رونان احنا اقولنا دي كل سنة هتترشح للأوسكر سنتين او ثلاثة ما ترشحتش وافلامها مش اعظم حاجة السنة دي عنده فيلم فاشل جدا السنة دي جدمت فيلم فاشل مع انه دورها مو بطان مع انه دورها مو بطان سكر زي السكر دورها مو بطان طيب شيء تاني على مينيو كده يتهيألي لا 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 اللي ما شفوش يلحق يشوفوا جماعة يتهيألي الفيلم اللي لسه موجود في السنة ما تشلش بالكامل ودي فرصة نشكر عليها كاس العالم ان الافلام بقت بتطول شوية على عكس افلام تانية كان في سنة نشوفها وان اشهر هرده زي شي سنة اعطيك نقطة بس اعطيك نقطة شوف انا انا حققون السنة اللي عندنا في السعودية اقل شيء انا قاعد لكم والله العظيم انا عامل اكسل شيت كل ما ينزل الفيلم بقى حط الأوقات معليش اه اه هوس باشوف الأوقات وباشوف متى بيشيلوا الفيلم من السنة ومتى بيكمل فانما بتعمل الشغلة دي بتبان معاك حاجات تلاقيهم بعض الأحيان تاني يوم أو تالت يوم يزيدوا أوقات العروض او يقلوا لأوقات العروض او بالكثير بعد نهاية الأسبوع يقوموا يعملوا الشفلينج دا منيو بدأ بتلاتة عروض كمعدل تلاتة عروض في اليوم فقط في البداية بعد عرضه باسبوعين صار في عنده سبعة لتمانية عروض في اليوم كمعدل في السنمات فهم لاحظوا تفسيري لده يا جماعة لما الفيلم يعجبكم اتكلموا عنه وروحوه لانهم بيشوفوا وبيرجع ويكملوا بيرجع ويكملوا والكلام نفسه اللي نفسه أقوله لحقون السينما أعطوا الفيلم وقته من الزل فيلم مستكاس عالم وتحكم عليه من أول أسبوع غلطتك مو غلطت الفيلم حتى لو كان فيلم سيء ما يندك تحكم عليه وفي غياب أي اختيار آخر يعني انت ما شلتوش علشان أفاتار نزل انت شلته وخلاص يعني ما إلى الآن في تخبط عندنا في السينما كم واحد حاول يتكلم معايا من عندهم كم واحد تصل عليه تليفون احنا بنعاني احنا مدرمين كلامكم على عيني وراسك تجارة بس أنا بتكلم هم عندهم تفسير لحاجة احنا مش شايفينها آآ كلها إرادات يا مان كله على الإرادات كله على الإرادات وإنه ما حبيت تصورت أن احنا ممكن نكون نزل منهم لأنه هو يقول لي أنا مجبر تعاقديا برفع الفيلم أبدا يبقى غير كده ما فيش عوز أبدا بالعكس أنت كدستربيوتر أو كموزع آآ فيلمك لو قاعد أكتر بتديك فرصة الموزع بالنسبة له يعني أحيانا الموزعين يتدخلوا أنه يا جماعة قاعدوا وأعطيكم بدالها فيلم تاني بريمير بدري أو مدري ايه وكذا الأمر الناهي والساهي أنه فيه عندهم كي بي آي فيه عندهم آآ تارجت هدف يوصلوله لو ما لجوا من حق السينما أنها تنزل الفيلم لو ما تبغل من بعد أول أسبوع عرض بس إنت عارض في كاس عالم في أوجات زبالة ما عملت الماركتنج الصحيح والتسويق الصحيح للفيلم ومتش تتكلم علي يا جماعة ما الأفلام بتنزل يوم الأربع بنتفاجئ بيها بنحاول نعرف موعدها يوم الخميس يمكن لو بس ارتكبنا خطيئة نحن نفوت الويك اند لبعدها نيجي ندور يوم الحد ما نلاقيها أنا يا مان أنا والله يسرت أنا مرز على بالمناسبة اليوم صح؟ 11-12-2022 نحن 11-12-2017 كان قرار فتح السنما في السعودية 11-12-2017 قبل خمس سنوات كنت من أكثر الناس وكثير الناس فرحوا معنا وبعدها بسنة السنماات فتحت الآن أنا لا أتغير شيء كثير غير أنه أتغير الأفلام المشهورة أنا كنت في السنما عشانا أتغير كل الأفلام أنا أيضا علدي مشكلة الآن الأوسكار نهاية السنة ستأتي معايا التوب تين حاج الأفلام ما جاعت أكتب وفيه أندي أستمع حلوة ترى فيه أفلام كتير حلوة بس فيه أفلام كتير لسه ما جات يعني عايز أسألك على حاجة في الموضوع ده مهرجان البحر الأحمر وهو شغال الأفلام بتبقى مضاحة في الرياض كمان ولا فجد ده بس لا جد ده بس ده كلام ده ده كان عندك شوية أفلام يا خبرة بيضة لا جد ده بس يعني دي فرصة ليه 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 ما كانتش تتعرض كذلك في سينمات الرياض والناس تخش تتفرج حتى ولو يتعمل أوفيس صغير بمتجات ولا بتاع أنا ما عندي يعني عارف أن ده كلام مش وقعي لأنه بل ما الأفلام بتنزل مهرجان أنا حعمل لك زي ألمانيا وأقول لك أنا ما عندي أي تعليق على مهرجان البحر الأحمر وعلى أي شي بيصير أنا ما عارف أي شي أي شي فأي حاجة لا يعمل زي أيا حد لألمانيا الله يبارك طيب نطلع من الفيلم ده وروح الفيلم اللي بعده هو فيه فيلم بعده هل ليه كده الأفلام خلاص لا ليسه إلا إلا فيه فيه إيه فيلم السباحتين يا من أوه سويمرز يا خبرة بي أنت نقضت بسقاطه تماما أيوه سويمرز أنا عملت فيديو وأنت ما عملت جلي أنا ما عملتش فيديو ما اتكلمتش عنه حتى في الستريم أنا وقع مين يلا جل أقولك على صفة مشتركة ما بين The Swimmers وإمانسيبيشن أوكي أوكي برضو محاولة حشر فيلمين في فيلم واحد The Swimmers في رأي الشخصي ينفع يحكي حكاية من كنين يا حكاية معاناة البنتين وقاربهم وصحابهم والكلام ده كله بمجرد لما وصلوا أوروبا علشان يتقبلوا جوا المجتمع أو ناخد في المعسكرات اللي هم عاشوا فيها وصولاً للمجد اللي هي حصلت عليها بالمشاركة في الأولمبياد بالكلام ده كله يا إما قصة الهروب لما حاولنا نحط القصتين مع بعض في نفس الفيلم نفس التعليق عندي بالزبط مع اختلاف إن إمانسيبيشن جاب قماشة وحشة لأ Swimmers عنده قماشة حلو وبعد كده جاب فصل تطور وحش لأ ده Swimmers عنده فصل تطور حلو بس برضو الفتلة اللي لضمهم بيها ببعض اللي لايق على ده ولا لايق على ده فأنا حسيت بإن القصة دي كانت ممكن تتخدم أحسن من كده والقصة دي كانت ممكن تتخدم أحسن من كده وإن دمجوهم مع بعض إداني إحساس بإن إحنا بنحاول نعدي بأكبر عدد من المراحل الممكنة ولكن درجة التعاطف رائعة وعالية جدا التجربة البصرية وبالأخص في النص الأول لما كنا لسه جوا سوريا التباين ما بين الحياة اللي بيحاولوا يعيشوها والواقع اللي موجود وراهم موقع وقع الانفجارات والحرب والأمور اللي تجرى فيه الجرأة في تباين بعض الزوايا حدثت الانفجار اللي حصلت في البول أنا حسن دي من أعظم المشاهد في السينما العربية لو ينفع أن نطلق هذا الوصف على الموضوع ولكن في حاجة بقى ما عرفش أنت وستطلق ولا لا لأننا ساعتل استطلع أراء المشاهد السوري اللي هي صديق اسمه عمر الجميل سألته وقلت له إيه رأيك في الفيلم بيقول لي ما قدرتش أتفرج على أبعد من عشر دقايق وبعدين قفلته غضب جدا من الفيلم لعدم الاستعانة بأي ممثل أو ممثلة سورية في الأحباب على الإطلاق هو بيقول ما فيش ممثلين سوريين خالص طبعا دي معلوبة أنا يمكن ما كنتش لحظتها ليه هل لو إلا إن الموضوع يعني معارض للنظام طب ما فيه ممثلين بسوريين كتير جدا هربوا واشتغلوا في حاجات كتير جدا إزاي مش موجودين إزاي البنتين السوريتين يتم الاستعانة بممثلين لبنانيين علشان يقوموا بدورها ليه جايبين أحمد مالك من مصر على الرغم من حاجة أنا عجبني جدا أحمد مالك من الفيلم وهو بيصدق على إن أحمد مالك رائع في الفيلم ولكنته هي الأفضل ما بينهم كلهم لكنته السورية هي الأفضل والأدق ما بينهم كلهم بس بيقول ده مش معنى أنا مفيش ممثلين شباب في سوريا أو ممثلين شباب سوريين موجودين في أوروبا فده دي زاوية اللي هو اعترض عليها يمكن إحنا كمشاهدين نوترل ما نحسش بيها قوي بس آه أنا حسيت إن إحنا حاولنا نحشر فيلمين في فيلم واحد حسيت إن في فصول كتير ما تخدمتش بشكل كويس وبلقى خاصة في النوص التاني من الفيلم بس بشكل عام فيلم حلو محاولة جريئة الحملة العاطفي بتاعها تقيل على القلب بكل تأكيد وانبسطت بيه بشكل كبير حل أنا أنا لقيت نفسي بقى صور وأنا مبسوط أنا قليل تجين الحالات دي اللي بقى صور من انبساط مو عشان كتبته عارف إش بقول لا أنا من بسطة بغى تكلم كده بس بقول يا جماعة تفرجوا على الفيلم ترى وحسيت إن الفيلم بيعطينا تذكير إنه ترى في ناس جنبنا هنا عايشين الآن ما زالوا بيعانوا بشي له أكتر من عشرة سنين صحيح تمام؟ وإنه قضية اللاجئين تحديداً ما زالت شغالة وما زالت موجودة وهذه من أقصى من أقصى الأقصى الأمور الواقعية الحياتية اللي احنا عايشين معها فأنا هذا الموضوع اللي مره لامسني إنه كيف في ناس بتعيش بأجبرت على الخروج من بيوتها وراحت التعليق اللي جاني اللي قطع لي قلبي من جوه واللي حسيت كده إنه طب أنا ما قريتها زيك وإنت صح بس أنا ما أقدر أحكم تعليقين كان واحد إنه البنات في القصة كأنه كان عندهم خيار إنه ميقعدوا أو يمشوا التعليق اللي جاني إنه أغلب الناس اللي مشيت مشيت إنه ما عندها خيار إنه ما يعيشوا في البلد تم تهجيرهم تم خروجهم بسبب الحرب اللي سايرة يعني ما عنده خيار يا يقعد ويموت يا إنه يشرد مش إنه لا أنا أبغى أمشي وأنا ديكم وتجون الأمور بكل هذه السهولة لا الموضوع أصعب من كده وأعمق من كده بكثير أجبروا على الخروج بس هذه قصة حقيقية المفروض إنه الشخصية الأساسية أعطت قصتها ممكن هي قصتها تكون كده الله أعلم بس التعليق اللي جاء من الجانب السوري القريب مني كان هذه النقطة النقطة الثانية إنه بيّنوا الحياة وردية جداً في ألمانيا وإنه أي أحد يروح الأمور مشيت وإنه الألمان ملائكة وكل شيء ما يقلل من إنه الألمان استضافوهم ترى بيضوية كثير دول الموضوع ده مرة سياسية واحد ما بغير يتكلم بس مدام إنه ألمانيا اللي طلعت في الموضوع ده نتكلم عليها تحديداً لأنه موضوع ما كان بدي السهولة وما كان إنه الناس بتطلع كده ولا إنه أي أحد بلاجئ الأشياء سهلة إنه في صعوبات هناك على الأقل عشان أنا بحاول أكون مرة حذر لأنه موضوع ده السياسي ما بغير زائع الناس مني إنه موضوعه بسهولة دي وبالنسبة للسوريين حساس جداً أنا أتمنى أنه هما يتفهموا النقطة دي من منظورنا إنه إحنا ما نعرفش الحقيقة الكاملة لو كان فيه فيلم خارجي بشكل أو بآخر بيدور عن أحداث في السعودية حتلاقي ماهر عنده القدرة على نقد كل الجوانب بتاعته وعلاقته بالطبيعة نفس الموضوع بالنسبة لي لو الموضوع اللي علاقة بمصر ولكن نحن نتكلم على فيلم بيحاول ينقل واقع سوريا أو حدوثة سورية وإحنا مش سوريين فسامحونا معلش لو في حاجة مشكلة فأنا بس عشان لاحظ يزعل يا جماعة هذه الانتقادين اللي جوا بس عشان كده أنا بس ليه قلت الانتقادين هادي اللي جاتني وأنا لما عرفتها زعلت أو لما عرفتها بدت انتبه لأشياء ناقصة لأنه فعلا بعيد عن المشهد فأنا كفيلم كفيلم كأحداث فيلم كرحلة مرت أتعاطفت معاهم حسيت بقيمتهم أتحمست مع الأخير فالجواني بحقية القصة لو كانت قصة خيالية أو شي زي ما بيشوف فيلم أمريكي أنا ما نعايش في أمريكا أنا ما نعرف فيش اللي بيصير نجح إنه خلينا أتعاطف هذا المأخذ اللي دخلت فيه من الفيلم واللي عملت على أساسه المراجعة بس بالتأكيد لو أنه أنا قريب من المشهد ولأنه فيلم ده في مجتمع قريب مننا أو حاجة النظرة حتكون مختلفة زي اليوم أنا ممكن أشوف فيلم أمريكي بيتكلم عن الصراع في أمريكا عن العبودية في أمريكا ممكن أتكلم عليها من جانب اللي وراني يا فيلم بس ممكن الحقيقة تكون بيتمين حاجة ثانية أنا ما حعرف وياما وياما يطلعوا يقولوا ده فيلم مش واقعي ده ما بيحصلش في شيكاغو ده ما بيحصلش في جيرسي ده ما بيحصلش في بتاع صباح الفوله أنا شعرفني يجي يقولك الأكسنت السادرن بتاعت الممثل الإنجليزي مستقيقة مية في المية يا عام يا عام احنا بنتكلم إنجليزي بالعافية أنا كمان حقعد أقرأ الأكسنت ده موضوع صاحب الأمر يقدر يحكم عليه ولكن المراجع الدولي من هذه النظرية ما عندوش دوت بشكل عام ولكن عموما بالنسبة للتحفظين اللي انت قلتهم أنا الحياة يمكن أكون مختلف منهم كذلك يعني فيه إيه أقرب من إن بنت منهم كانت في مواجهة مباشرة مع قنبلة في حمام سباحة علشان أصدق إنها مجبرة على المغادرة ده مش اختيار بالنسبة لها وحوادث التحرش وحوادث الأمور دي كلها لأ هم يعني أنا شايف إنهم كانوا مجبريين على محاولة الهرب ده مش بمزاجهم وفي أوروبا أنا شايف إن نقل النظرة الواقعية لكيفية تغلغوا اللاجئين للمجتمع مع القابلين والرافدين والمتعاطفين والقساء شايف إن الفيلم نقلها بشكل كويس جدا المشكلة الوحيدة إنها كانت متسرعة شوية متسربعة شوية لأن فصوله كتير قوي الفيلم عاوز يعدي بالفصول من ساعة لما كانوا عايشين في سوريا وكويسين لغاية لما راحت شاركت في الأولمبيكس فلازم حتلاقي نفسك بتضغط حاجات فما بوصلهاش الإحساس بتاعها بالكامل منها علاقة الأختين ببعض أنت في مشاهد كانوا بيقفوا يزعقوا في بعض والمشهد بيفصل وهم لسا بخلصوش زعي معرفناش الموجهة دي خلصت عن إيه أساسا لأن في حاجات تانية الفيلم عاوزين حقيقة الدم فنيا فنيا مشكلة الأساسية وقلتها في المراجعة إنه الفيلم متصور حلو أحداث الفيلم شاي للفيلم حوار الفيلم فاضي حوار الفيلم نفسه فاضي الكلام اللي بينهم عادي ما حسسني بحاول الموقف أبدا مواقف كثير كنت حابب أن أعيش فيها أكتر وأشوف أثرها على الشخصيات ما صارت حادثة الاقتصاب مثلا وتكلمت عنها في المراجعة مرت مرورة الكرام ولكنه حاجة هذا حدث جلل على الأقل من وجهة نظري هذا من أهم الأحداث اللي ممكن تمر فيها أي سيدة الله يبعد عن كل النساء هذا الموقف إنه أحد يكون تمر بحادة اقتصاب ويدوبة جاه يشاردة من بيتها وكانت حتغرق في الطريق وده كله وتصير معها حادثة زي دي فإيش النفسية والسيكولوجية حقية الشخصية أبداً راحت وصارت بطلة وكله من غير ما نرجع لدى الشيء مرة تانية وأهم حاجة وقت الهروب نفسه الرحلة حقية الهرب أنا ما حسيت بخطر عليهم لأنه مرت سريع جداً مرت جداً كانت لازم تبقى أطول كان لازم فصولها يبقى فيها معاناة أكتر كان لازم وأنا لا أتصور أن أنا بقول اضفي عليها حاجات ما كانتش موجودة أنا أتصور أن اللي خلى القصة دي على هذا المستوى من الأهمية هو قدر المعاناة للناس مرت بيه صحيح فنديها حقه صح أوكي نخرج كده خلص ننتقل بسلامة اللال أرض المسلسلات يلا من أول مسلسل حيث نبدأ خفيف تعال نأجل الخناء للآخر نبتدي خفيف نبتدي بوينزدي أه وينزدي حبيت وينزدي أنت حبيته جداً أنا عارف وشجعتني على أني أتفرج عليه وشفت الريفيو بتاعتك لي أنت طرت بالمسلسل أنا شفت بيقولت لك في بعض الأحيان تقييم يجيك تقييم يعني أنا جيت كده قلت لا ما أنا فهم أنت التقييم بتاعك مقبول أنت بدي الفيلم مسلسل السبعة بس لا أنت بتتكلم عنه بشغل أيوة ليه 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 لأسباب كثيرة يا محمود إحنا اليوم بنتكلم على نوعاً ما مو ريميك بس نوعاً ما إعادة إحياء لفرانشايز أو سبينوف نحن أخذنا شخصية منهم وناجح وكانت ناجحة هذا رقم واحد رقم اثنين الأجواء حقت المسلسل حلوة جديدة متجددة خفيفة ترجعك في الأجواء العامة وشيء مختلف على اللي موجوده اللي دائماً إحنا بنتطرق ليه الشيء الثالث أداء المثل البنت الصغيرة هذي أمرح ببيته لأنه شفتها في مسلسل يو كانت من سيء لعادي في مسلسل يو الموسم الثالث أيو موسم الثالث أظن من سيء لعادي أو أنه كانت مرة تمرور الكرام أنه تعطيني هذا الدور بنت صغيرة وهي عمرها 21 و 22 سنة هل توافقني الرأي يا محمود أنه دائماً الشخصيات اللي تجي في المدرسة أو في الجامعة يجيب واحدة عمرها 17-18 بس المثلة نفسها تكون 24-25 24-25 يقدر يديني 18 سنة يقدر صح؟ يقدر يعني ما تحس بفرق بس 24 أو 22 يعطيني 14-15 يعني تك يكون طفل هي طفلة بتتكلم عن طفلة وإنك تشتري الطفلة هذا صعب يمكن فادها قصرها يمكن فاد الميكب بس الأحاسيس كلها وصلتني فهنا الشطارة حاجة تمثل عمرها 22 سنة حتى مشفت لها مقابلات لا يعني هي كبيرة 30 سنة بس ما هي صغيرة كمان نونو يعني 22-23 سنة بتتكلم وتاخد وحتى أبون بالميكب شكلها يبان أكبر فكيف تعطيني عمره 15 سنة؟ أنا هنا برافو التمثيل كان شالت المسلسل كله فأنا حبيته مرة حبيته وحبيت أنه العالم ده قابل حتى للتوسع له ويبغو قابل أنه يتوسع أكتر وانتقدت فيه الجوانب اللي انتقدتها فيه بس ككل مسلسل خفيف يصلح لكل الأعمار طالما أنت عارف هو موجه لمين؟ هو موجه لفئة معينة لا تخش في تفاصيل التفاصيل ولا الحبكات اللي داخلها مدري إيه ولا 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 شيء في المسلسل عادي تتفرج عليه وتاخذ وفيه متعة هذا كلمة اللي أبغاها فيه استمتاع إذا ما دخلت بعين إن أنا أبغى دارك أو أبغى هاوسوف كاردز مثلاً هتستمتاع اللي حواليه مع بعض السوبر باورز الخفيفة وموضوع الإيد ده ففجأة أن أنا واخلي بالك أنا كل ده اللي شوفتم المسلسل حلقتين بس إحنا موجودين فيه عالم فيه سوبر ناتشرل فيه مع واحد بيغتص بيقلب ميرمان ولا ميرمان فيه ويروولفز فيه أمور زي دي دي حاسات إنها إيه تتشاية نتفلكسية حوالين المسلسل مش حقول فصلتني أو بتاع بس ده تحفظ اللي عندي إن سحر دي أدامس فاملي وما أنهم أغراب في عالم عادي مش إن العالم كله غريب البنت رائعة أنا بجد أداءها يعني لما تتفرج عليها وتقول إن البنت بالبروفايل ده وتلازم حتخليك بسرعة تدخلها في مقارنات مع ميلي بوبي براون مع إليفن يمكن تروح لأبعد من كده وتوديها لهاري بوتر يمكن حاجات زي كده وتلاقيها بتستاند هير جراوند لأ هي تقف في وسطهم بطبيعة خاصة على الرغم من حاجة لا بتتشنج ولا بتبربر ولا بتنهار ولا بتاع ده وشها جامد جمود كل ما تبص عليه تقول لا اللي هو أنت زم أنت حس إنك ونت تبص في الشاشة حس إنك محتاج تبرقلها وتحاولت خليها تتحك أنت سكر يا بنت الا زينة مش ممكن I loved her بس زي ما تعلقت في المراجعة بتاعتك المسلسل طفول ومش بقول يا ريت وما كانش طفول ما بقولش كده خالص بس بقول أمام أعمال تانية عدت بيها الشهر ده ما كانش أبدا الاختيار الأول لأي عشان أقول طب أنا حقعد أتفرج على أميال دلوقت لا أبما يال أكتر لأنني أتفرج على فيلم اخر على مسلسل اخر او على مطش اخر احنا بنتكلم على كاس عالم صح والواحد باله مشغول وكده والوقت مو معاه انا بالنسبة لي عكسك انا بالنسبة لي جا في وقته جا في الوقت اللي انا مش رايق اني اخش واتحمس وادقق في حاجات ابغي شي يمشي الوقت وعيشني حياة حلوة كده وبساطة فبالعكس جا مكسرات كده كانت على الفترة اللي كنت عايش فيها والبنت بتمثل بعينها ترى يعني مو بس انه عندها جامد عينها بتتكلم كتير حركات عينها بتروح في اماكن جيدة اللحظة اللي تبتسم فيها وانت ما تكمل المسلسل فيها كم لحظة بالعدد تبتسم فيها تحس انه في حياة رجعت للمشهد اللحظات اللي يكون للمشهد كله ناس فرحانة ويتشخط بتشفط الحياة من المشهد كاملة انه هي دخلت عقبني التعبير ده منك يعني كان حلو صراحة كانت مسلسل جيد بس انه ما اقدر ومرة ثانية نرجع مسلسل كل اللي فيه بنات اهم الشخصيات اللي فيه بنات تمام جانب المثلية جاب من شيء معين سطحوا الشخصيات الرجالية جدا وهذا كمأخذ عندي على المسلسل بس لا يزال لو جينا نتكلم اجندة وما اجندة مقبول جدا 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 يعني على الرغم انه نتفلكس وانا كنت متوقع الان مدارس حبه محبوبه تصطيحه كلام فاضي ابدا ابدا يعني جدروا انهم يدوني عالم كده خفيف بالموسيقى بالجمال حقه كله لا يعني موسيقى بالذات سحرت الموضوع كله هو اللي خلها الواحد يندمج اكتر مع المشاهد وانا عايز اشكر المسلسل جدا على انه طلع لنا الترند بتاع رأسه كنت لسه بقول لي ماهر قبل ما نكري تصوير الرأسه اللي بتكتاح تيك توك دلواتي بموت فيها دانس 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 ود ماي هانز انا بتجنب كنت لسه بقول له لو خبطت في الطايم لاين فيها لازم اتوسع عليها واخبط منها عشرين تلاتين فيديو مثلا قبل ما اقول كفاية كده اروح بقى اشوف حاجة تانية عمل محمود اللي مزعلني وجوني طبعا الجاقات فاكرة الجاقات يا محمود جوني جاب اليومين جوني جاب اليومين وبهدلوني على التايم لاين لاني قلت يا جماعة الترند على اغنية مو هي نفس الاغنية اللي في المسلسل بالظبط ومش نفس الرأسه بالظبط كمان على فكرة دي شوية موفز منها لا هم حطين المشهد حطين المشهد من المسلسل على اغنية تانية على اغنية تانية بتاعت انس ود ماي هانز دا غير الموجودة في المسلسة. بالضبط. والكوريوجرافي بتاع وينزدين نفسه مش هو بالضبط بتاع الرأسات. خلي بالك. الفكرة ان الاودينس هما اللي بيعملوا الرأسات. واحد مع بنته ايو ايو ايو. اتنين متجوزين بنتين مع بعض بنت الوحدة. حاجات بالطريقة دي وبيكتهدوا في الميك اوب. يعني اتساسي التوك بس انا بحب تيك توك يا بقى. يعني انا الناس كتير حذرتني في البداية من اني اخش تيك توك علشان مش ححبه او ححس ان هم سفل شوية او بتاع تيك توك. قدم لناس كتير. عندهم قدرات ابداعية. وعندهم ارت فورمس. حقيقي مش موجودة عند كل البشر. بس موجودة عند عدد كبير من البشر ان هما يكسبريسوا نفسهم. انا بحب بتفرج على الاكتهاد الجميل اللي هما بيعملوه في ان هما يقلدوا الميك اوب بتاع البنت. او يقلدوا الكوستشم بتاعها. او ان هما ياخدوا بوزيشن شبهها. ويحاولوا يقلدوها في الرأس وعملوا بتاع. دي مبدع تيك توك. يعني ايه صنع محتوى لتيك توك فعلا. بس موضوع جاء. ساعات بتجنن كده وانا بخارج من الدش وبصرح شعر شبه بتاع بعدين اقاف قدام المراية. شو داي جوفور? لا 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 خلاص. الحياة جاية ان شاء الله. طيب موضوع ثاني والغلية الاصلية احلى. يلا نروح اللي بعد. فعلا. تقول this is what you were getting at? لا انا عجباني. لا حلوة. حلوة. لا بس اغلية الاصلية. it's an eighties classic. ايقونية يعني من اغاني حاجة الثمانية. يلا نروح اللي بعده. نقرب اكتر للمياه الساخنة والعواصف العاتين. قبلها. نقرب سيكا. inside man. ايوة 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 ايوة. لا 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 انا واخدك واحدة واحدة. ايوة. اصلا inside man مهم للقضية بتاعتنا بشكل اوباغ. ايوة. اي رأيك. طب ندي للناس لانه لا انا عملت مراجعة ولا انت عملت مراجعة فنتكلم على المسلسل. وبعدين نعمل حرجة عشان اللي ما يبغى يروح يشوف المسلسل ويرجع يشوف الحرك. عشان. لانه ما حد فينا اتكلم حتى في تويتر او اي شي عن المسلسل ده. اوكي. فمسلسل inside man. مسلسل في نتفلكس. انا كنت بتحاول تورطني في ان انا اللي اقول. انا لا انا عاوز يبقى انت لا تشتغل. طيب. انا حاولت. انا عملت اللي علي. انا لعيب الكرييترز دي اتعرفها كويسة. inside man مسلسل على نتفلكس بريطاني. فيه له قائمة مثلين بريطانيين روعة. هتعرفوهم اصلا يعني معروفين. وهم ممثلين شاطرين جدا. القصة تبدأ على انه في عندنا شخص مسجون. وهذا الشخص لسبب ما حتيبعرفوه في المسلسل بيجولوا ناس من بر السجن ويستشيروه في استشارات معينة وهو يشير عليهم يعملوا ايش. تمام؟ جرائم. بيساعد في حل جرائم. بيحل جرائم بيحل اشياء وعنده قدرة كده انه هو يكون دائما عارف ايش اللي بيسويه. الشاهد انه ما يقبل اي احد. وانه هو متحكم في القبول ولا في الرفض. وفيه شروط معينة بيحطها حتعرفوها لما تتفرجوا عن المسلسل. ده خط. الخط التاني بعيد تماما ما له اي صلة بهذا الرجل. عندنا قسيس. معروف في مدينته. محبوب من الناس والكل والجميع. في يوم من الايام تلاقيه نحط في مأزق كبير جدا. هذا المأزق. يا انه يفضح نفسه. يا يفضح ولده. يا يعني الموضوع يصل. يرتكب جريمة. تمام؟ بس. ايش دخل ده باللي موجودين في السجن؟ ايش هيصير معه ده؟ ايش القرار اللي هياخده ده الشخص؟ كيف حيلتق الخطين؟ هل حيلتقوا الخطين أصلا ولا لا؟ لا وايه؟ الحكاية بتاعة القص دي في انجلترا. الرجل اللي مسجون ده في امريكا. في امريكا صحا. يعني انت ممكن تتخيلش انه اصلا دول لهم اي علاقة ببعض على الاطلاق. وده من السحر اللي موجود في الموضوع. من جماليات المسلسل انه بيحاول يتطرق لقضية مهمة جدا. او عدد قضايا. واحد لأي درجة الانسان ممكن يحمي ابنه. ممكن شفناها في اشياء كثيرة. بس هنا بياخدها بمنحنة جيد. والاساس فيها تمثيل الام وتمثيل الاب. والاب تحديدا. الاب ان الناس يسمى مثل بريطاني رائع اللي اعطانا دكتور هو. واللي اعطانا المجرم في جيسيكا جونز. اجمل المجرمين في عالم ماربل. موسم واحد. ويا جماعة اللي ما شاف جيسيكا جونز. الموسم الاول ضروري يشوفه. عشان يمثل ده ولا ده الشرة اللي اعطانية. فدوره كان مرة حلو في ده الشي. انا مش عارف اسمه بس بشوفه في بودكاست بيعمله مع شارلي شين كده من اجمل. رهيب. هو مثل شاطر 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 شاطر. بس هو كان محكور على تلفزيون بشكل كبير. القضية التانية اللي بيتناولها موضوع. الله ما اصدر سيد محمد. السمع. اصفنا غلطه هو مايكل شين مش شارلي شين. السمعة وكيف الناس يتقابلوا مع السمعة من الاهم رصيدك الكبير جدا ولا حدث ممكن يصير يغيرك نظرة الناس ليك. ففي مواضيع اجتماعية جميلة جدا بيتطرق لها. ونجح في معظمها. وهنا حاجة في الانتقادات. فقبل ما ادخل على الانتقادات. اذا انا الكلام ده عجبك. وقف روح للفقرة اللي بعدها. وبعدين تعال شوف النقاش بيني وبين محمود. واحد اثنين تلعة. مان حرام قصة زي دي. حرام الاثر القوي والرسائل اللي بيحاولوا ينقشوها. يتم تغليفه ببعض المشاهد كثيرة جدا. وموسيقى كثيرة جدا. تخرجك من الجو العام المظلم والدارك. يوديك انه حلقة من حلقات سايك. ولا حلقات ايش اسمه داك الشلهوب. المسلسل. توني شلوب. ايش اسم المسلسل حقه. فاهمني انت اللي هو ما هو شي دراما. يعني انت شايف قضية وشايف كله. بس في جو مرح. ها 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 يلا. معك شوية دي. انا اتصور ان هو اللي حاول ينقله هي الزوية العبثية للأحداث. بس فلتت منه شوية. فلتت جدا. فلتت جدا. يعني انا كل ما نكون موجودين مع البريطانيين كان الجو جميل جدا. كل ما نروح لامريكا بيتم التصطيح بشكل اكبر. ولما نتربطت الاثنين اتفلتت. يعني في الاخيرة الربطة فلتت معهم. كان ممكن تربط احلى. بس صارت بمصادفات. صارت بمواجهات اسخف ما يكون. ردت فعل البنت هادي. اللي هي جات من امريكا لبريطانيا. كأنها عملت استخبارات لها مليون سنة. الموضوع كان جدا سهل. سهل عليها. مصير الام. مصير الام في الاخر عبثي جدا. وما لوش اي ده. ويا ما شفنا. ويا ما شفنا. واثروا على الاب. ويو سي تكامينج. وهي بتنزل ورجع. يا ربي على حياة جرالية عم تعمل كده. واثروا على الاب. ولا شفنا. هو كان يحب مرته جدا. وما شفنا الاثر قدقين. وهو من سوء تصرف منه. كل ده صار. ما حسيت. ما حسيت أبدا. المواجهة اللي صارت بينه. وبين الانسايدمان على اللابتوب. وهما بيتكلموا. من اسخف ومن ابشع شيء في المسلسل كله. ما اشبعني. انا ودعت الشخصية من غير ما عيش معاها. فحرام. حرام. حبيت انو عيشت القصة. وحلو انتفرجتها. بس في الأخير قلت يا الله. مين اللي وافق على المسلسل كده ينزل. هذا من سكرين واحد. تفرجوا على مجموعة جروب. كان حيطلع عليه أشياء سلبية كتير. وكما ممكن يعدلوها بسهولة. بسهولة. بس تمثيل الشخصية اللي كانت مسجونة. والكاركتر حق الشخصية اللي كان مسجون رائع. ستانلي توتشي. ستانلي توتشي دهوت من الممثلين الجمدين قوي يا جماعة. ده اللي كان في دا ديفل وورس براداك كان المساعد بتاع ميرل ستريب اللي بيثق فيها وانها في يوم من الأيام حتخليه رئيس التحرير بتاع المجلة وبتاع. وليه أدوار تانية جميلة جدا. كان هو المجرم. كان هو بتاع. فهو هو ممثل جبار ورائع. والفلسفة أنا معاك تماما في حاجة في ان المسلسل بيحاول ينقل عدد من الفلسفات ممكن تكون مستفزة شوية أول ما تسمعها. يعني الفلسفة الرئيسية بتاعت ان المجرم بتاعنا اللي ما حكوم عليه ده المسجون اللي هو ستانلي توتشي ده قتل مراته وقطع رقابتها وخبها وما حدش لقاها. فانت بتتكلم على مجرم مش عادي. هو الغاية دلوقتي ايه المسببات بتاعت الكلام ده كله ما تكشفتش رغم انه لاعب عليها. بس الغاية دلوقتي ما تكشفتش. اللي يخليه يعمل كده هو بيقدم إجابة بسيطة جدا في البداية بيقولك انت ما تعرفش المسافة القسيرة جدا اللي ما بينك وما بين تحولك لقاتل. ان كل الناس قتلة في انتظار اللحظة المناسبة. بس والحدث الآخر بيشرح ده بيبرر ده بالإضافة لرسائل تانية وحاجات تانية ماهر عد عليها. مشكلتي ان في كتير من الاحداث بتحصل بعض فجوات المنطق في تصرفات لهدف خدمة هذه الرسالة او التأكيد عليها او تأكيد انها بالفعل جائزة وممكن تحصل. ومعاك حق تماما في ان المواجهات الثلاثية الانجليزية ما بين القصة وامراته وما بين الشخصية اللي كانت الضحية بتاعته ريبتت في شويتين 3-4-5 يعني هما كل شوية بيقعدوا يعيدوا ويزيدوا في نفس الكلمتين. يعني المسلسل مش طويلة انا اعتقد انه ستة حلقات تقريبا. خلصت في جلسة خلصت. ممكن يبقى اثر من كده ممكن يبقى اثر من كده واحلى من كده كمان يعني صح. بس مختلف حقيقي مختلف والطبيعة الشرلوك هلمزية بتاعت الشخصية بتاعت ستانيلي توتشي داية من اجمل ما يمكن. وبالاخص اول قضية يعني بنتعرف على قدراته من قضية بيرفضها في بداية الاحداث ورد فعله عليها وبعد انه هو هو بيشرح ازاي حلها بروفايل فريد بروفايل مش مكار. انا عجبني كمان تمثيل الشخصية اللي كانوا حبسينها. اعطاني. المدرسة. اسمه ايه؟ الركوردر بتاعه. لا لا. اللي بتاع المدرسة اللي انا كنت فكر اصدق اللي هو المحبوس. لا 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 دا بالعكس هذا اللي مسخف للموضوع. انا المدرسة. شوية. بداية بتتلاعب بداية بتغير كلامها مع داية بتغير كلامها مع داية بتغير كلامها مع داية. رغم انك وفايلها في الاول طيب وغلبان اول. بس بعد كده بتلايلها. بس ورى لك اياها من البداية انه هي عندها حس المواجهة دا. وكيف انها تلاعبت حتى على الشخص اللي كان موجود في القطار. ووهمته انه هي معاها فيسبوك وانها بتصور. فرمالك انه هي عندها ملكة التلاعب دي. وعندها الفيس البوكر فيس دا. اللي ممكن تستخدمه في مكان مرح ببيت دا الشي. كل شي صارت جوة البيت. مواجهاتها مع الام. مواجهاتها مع الاب. مواجهة الاب مع الام. ودخول الولد. كل شي صار في بريطانيا كان رائع. اللين ما ارتبطنا مع الامريكان. بس شوية ماهر في درجة تكراج. في البريطانيين. هو وامراته بالتحديد. بيقعدوا يقولوا نفس الكلمتين بينهم ومن بعض. في اكتر من مشاهد. يعني الرسالة اللي ممكن توصل من مشاهد واحد بيعملوها في خمس ست مشاهد. موهينة كمان يجي دور يا محمود بعض الاحيان. ويمكن هذا لشان ارتبط معاهم عاطفيا. لما للمثل بيديك اداء حلو. انت ما بتحس. انا انا انا. انا صرت حاطت نفسي في مكان. طب فعلا يعني ولدي. يا جماعة انتوا اللي ما عنده. اللي ما شاف المسلسل او شاف المسلسل. الموضوع اللي بتكلم عنه ده. انه بيشوف محتوى جنسي حق اطفال. هذا من اسوأ السمعة السيئة اللي ممكن تطلع على شخص. انه انت انسان بدو فيلي. يعني يقولك في امريكا. حتى لو ايش. لو واحد قتل مية الشخص. لو عرف انه في مجرم دخل. هو كان مختص باطفال. الله معاه. يعني كده يحبسوهم افتراضي. لانه حتى القتل. والجنان اللي نزي نتيجة عبثية. لا هو كده. ولا هو كده. فهو محطوط في وضع. طب ولدي مقبل على الحياة. عنده حياة طويلة. حتى لو ما هو غلط. والحيوان التاني ده بيحاول يروح له. بيحاول يقنعه. ده خايف من امه. دون البروفايل بشكل جميل جدا في البداية. علاقة الولد ده المهووس مع امه. كيف بتخبي عليه. كله كان ماشي صح. كله كان حلو. لكن الاسلوب الجيميكي. السوركاستيك نوعا ما. الجو العام الخفيف مع الموسيقى. يعني ضيع المسلسل. بس هي تحفظات انا مش مختلف معك فيها. بس فراء. لا ما ضيعش المسلسل. يعني تحفظات في محلها. بس انا تجربة مشارتي لمسلسل تجربة ايجابك. كم تعطيب؟ يعني انا ما يحضر. سبعة ونصف. لا انا ستة. انا هادس ستة بالزبط. انا من دماغي كده على طول من غير ما يكون في تفكير مسبق يعني. بس عشان نقيس. لا انا اخونا عندي سبعة ونصف. وعجبني فتح الابواب لما يمكن ان يحدث مستقبلا واتصور متم تجديده. ما اعرف. هو حيتعامل منه مواسمين. اوكي. اظن. اوكي. انا حيعتمد للقضايا اللي يمسكها. بس خلاص يعني الاسلوب صار واضح يعني. ايش عامل المفاجأ اللي هيصير. طيب نطلع منه. حلو. نخش كمان عشرة متر في طريق العاصفة. في انتجاه العاصفة. ونروح لده ديفلز اور. ده ديفلز اور مبدئيا وانا عارف انت تكلمت عنه على تويتر. فانا عندي فكرة عن رأيك فيه. لا 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 لا. وانا تكلمت عنه. خليني اجرى بالضبط. انا ايش قلتلك. تمام. انا قلتلك. دخلنا عشرة متر بس بيفتح محضر الجلسة قبل ما يكلم. لا 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 لا. انا بجلك ايش قلت. قلتلك للعلم. كلما نتكلم عن موضوع ثاني. قلتلك للعلم. انا وقفت ديفل اور. ما هضمته ابدا. بعدين اكدت مرة ثانية ابدا. ابدا ثاني. يعني. تبام. قلتلك ليه مختلف وفيه حاجات حلوة وحاجات تعبانة. قلتلك بعد حلقتين لقيتوا تقييلة علي صراحة. قلتلك يا عم. هي كلها ستة حلقات. قلتلك طيب. سحاول اعطيه حلقة كل يوم. تبام. انا هنا بس بشاهد الناس دي كلها. انه على الرغم انه ما هضمت. لكن عشان هو قللي كمل كملت. عن نقيض من اشياء تانية بقوله شوف وما يشوف. بس هادي اول حاجة. انا حابب برضو اسجل في محضر الجلسة ان ده في مغلطات. لان انا قلت له تعال اتفرج معنا علامات شكورة كل اسبوع يوم سابت. قللي لا مش هيحصل ابدا. وده شوفت الخناء اللي حصلت من شوية. اشاهد انه. انا عموما كنت عاوزة انا كنت كان يهمني جدا واصرك للحلقة الاخيرة من الدوليس باوس. ايو صحا. انا فاهم كويس قوي انه هو مسلسل في قلب احداته في حشوة احداته. ممكن ما يكونش الكل الازواء. ده بكل تاقي. انا اللي كتبتو في تويتر. بس لازم توصل للحلقة الاخيرة. لازم اتناقش معك في الحلقة الاخيرة. انا اللي كتبتو في تويتر يمثل فعلا الرأي حقي. انا قلت انه هذا مثال جيد على قصة رائعة جدا. كممكن تخديمها في فيلم حتى لو طويل تكة. ويطلع فيلم عظيم. لكن تم الطمع وخلوه مسلسل من ستة حلقات. في النص ضيعني. تقيل. اه ما كان في جانب ايجابي ابدا في النص غير اوكي. طيب خلاص يلا. في عامل ساسبنز حلو. في مجرمين وده بس تقيل. والرتم حقه كان جدا بالنسبة لي كان سيء. لما انجاد الحلقة الاخيرة. عشان التفسيرات منطقية. عشان التفسيرات حلوة. عشان مقنعة بشكل كبير. خلاني اقول الرحلة كانت تسوى اني اعرف الاجابة. بس ما زلت عند رأيي المسلسل ده. يا يصير اربع حلقات يا يصير فيلم. وكان هيكون اعظم بكثير. والله يا ماهر انا مش قادر اختلف معاك. ولكن مشكلتي ان ده رأيه في كل مسلسلة الدنيا. مش في ده بس. كل مسلسلات الدنيا يجب ان تكون افلام. مع بعض الاستثناءات اللي موافق انها تبقى تولاتيات. لكن انا مع المسلسلات كلها على بعضها مش داخلات منها. ده ديفلز اوار برضو. للناس اللي ما تعرفش بيدور عن واحدة ست بتصحى الساعة تلاتة و تلاتة و تلاتين بيئة كل يوم. الاجواء بتاعتنا اجواء رعب شوية. هي واحدة ست عيشة لوحدها في بيت. بالفعل زي ما قلتلكم كده كل يوم بتقلق بدون اي مقدمات. فهذه الساعة بالضبط. هذه الساعة تسمى بساعة الشيطان. ودايما بتقوم مفزوعة بسبب رؤية او بسبب حدث حصل او بحدث حيحصل بمجرد لما تصحى. ومن مصادر الاحداث ديت ابنها. لان ابنها طبيعته غريبة شوية. مجرد تقريبا تماما من الاحاسيس. ومع ذلك هو مش من اصحاب الاحتياجات الخاصة. لانها عدت بكل الدراسات اللي ممكن تتعامل عليه. واتبتلها بكل تأكيد ان هو طفل طبيعي. ما عندوش اي مشكلة. مجرد ان هو محتاج يقعد في جلسات علشان نفهم. هو ليه ما بينبسطش. ليه ما بيزعلش. ليه ما بيفرحش. ليه مش الامور دي كلها. وفي خط موازي. في سلسلة من الجرائم بتحصل. ولما اتنين محققين بيحاولوا يحققوا فيها. بيلتقطوا بداية الخيوط اللي بتوصل. لان الست دي ليه علاقة بالموضوع بجانب او باخر. كل الكلام دوت بدون حرق وبدون اي مقدمات. اجواءنا فيها شوية رعبة حلوين. مش كتير. بس حلوين. بيدبوا جامد يعني. احداثه انا مختلف مع مهر. انا مش شايف انها فيها ملل شديد. فيها تكرار شديد. حاسس ان كل حلقة بتقدم حاجة جديدة. يمكن انا اغفلت في المناقشة بتاعتي في الستريم حاجة عجبتني جدا في المسلسل. انه في مواجهتين اكشن من اجمل ما يمكن. يعني. ما توقعتهاش من مسلسل زي ده او من عمل زي ده. المواجهة الاكشن اللي في الاخر ما بين المجرم بتاعنا وما بين المحقق بتاعنا. ومواجهة تانية ما بين الاتنين المحققين وعدد من المجرمين. فيهم لون تيكس. فيهم تفكير جديد. فيهم منظور مش معتاد. في اللقطات الاكشن اللي شبه دي. ووصونا للحلقة الاخيرة اللي انا معاك تماما. فانها ذكية جدا وعبقرية جدا تالي. بس يعني انخلص الكلمتين دول ولازم نتكلم عنها بحرق شوية. ومن دواعي الذكاء اللي فيها انك وانت بتتفرج على الاحداث. هتطلع بعدد كبير من النظريات. وحتطلع كلها غلط. يعني اراهن من دلوقتي انها هتطلع غلط. اضيف على ايجابيات عشان لا يكون سلبي. التمثيل كان رائع خصوصا الام والولد الصغير. والولد الصغير ده محصلش. جماعة انتوا متخيلين حاجة لو تتحمسوا بس على التمثيل. متخيلين تجيبوا ولد صغير. صغير تكلم على يعني اذا مرة مرة تمانية سنين. تاسع سنين يا عم تمام. انه هو فعلا صغير. مجابيين ولد اكبر. صغير طفل هو طفل. لا لازم. شكله ملامحه البيولوجية ما تبديش. بالضبط. الطفل ده صفر ملامح. تصرخ عليه. تتكلم معه. تغنيله. تحاول شيء. صفر. ولا شيء. ما في اي عاطفة. يبقى يقولك انه انسان خاوي. ما في اي علامة اي تصرفات. هادي في دنف اي. سيبوكم من القصة والقصة في لها تفسيرات رائعة وحنجيلها فقرة الحرق. هذا بيعكس دراميا بشكل يعني جدا مؤثر على الام. الاباء اللي عندهم اطفال من احتياجات خاصة. او اللي عندهم طفل غريب. بتلاقيهم دايما يعني ما بين نارين. ما بين نار انه هذا ولده. انا ابغى احمية باكون قريب منه. ما بين نار تاني طب ليه هو مختلف. انا اقبل ولدي بكل شيء. بس هو ليه مختلف انا بغى افهم. فتودي من دكتور لدكتور 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 لدكتور. وما في اي تفسير. على انه هذا الولد. الكل متنفر من الولد بما فيهم ابو. ابو متنفر. هي الوحيدة اللي قريبة منه. فالعلاقة الام بالابن. من اجمل العلاقات. من اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها. اثرت فيها بشكل كبير جدا. لان لو ما يكون عندك طفل. عنده مشكلة يعني. قلينا اللي يعرفوا بالاحساس ده. الله لا يوري احد فيكم ذالشي. بس. ترى يفرق. الواحد يحسني طب انا ايش هذا اعمل. انا ايش سويت. انا ما قدر اصوي شيء. فهنا متلو بطريقة مرة حلوة. وانا مرة 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 حبيت هذا الجانب. هذا الشي محمود. لو خلياني اكمل. والله لا عشان افهم تسحى الساعة ثلاثة ونص ليش. ولا عشان افهم القضايا دي كلها ليش. والله العظيم ما كملت. لاشان افهم مولد الصغير دائم مسكين. ايش ساير معه. هو ليه كده. هو ممسوس. والاجابة مرضية ولا لا. الاجابة مرضية جدا كمان. بالذات. وانا دائما اتكلم ان المسلسلات وعالم الافلام كله عبارة عن عملية تراكمية. كل ما نشوف افلام ومفاهيم تفتح افاق الابداع عنده وتفتح افاق الخيال تتقبل خيال اكبر منه بعدين. المسلسل دا لو شفته قبل عشرة سنين كان قلت بش الهبل دا. بس اني شفت مسلسلات تانية تناولت الفكرة اللي حنناقشها الان تقبلت الفكرة وقول برافو ولا في اجمل من دي. صحيح. انا بقى عندي تحفظ الحلقة الاخرانية. ان انا حست ان انا فتحت الدليل. هنيحرك. حلاص. مشكلتي من الحلقة اخرانية ان قاعدين على الترابيزة وبنشرح كل حاجة. دراما قليلة. في خط دراما موازي مش وحش. بس ان انا اقعد قاعدة كاملة مع الدكتور بتاع المادة. وهو بيديني اسرار كل تصرفاته من اول المسلسل لغاية دلوقتي. بدون اي نوع من انواع الدراما او التفاعل تقريبا. مو دراما انا اقول لك كيف. انا من ناحية يلا ما بجاير كلامك. انا بقول لك انا ايش حسيت. انا حسيت انه اااا اوكي. زي اللي يقول ل� خلاص اتفرجت هلال خد الاجابة. هذه طريقة هم اتتبعوها. لو انا ااا. هالطريقة مفضلة بالنسبالي. انه ما ايجى واحد يقول ل تو 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 تعا shout out وانا سويت وانا عملت وأنا فاكر ممنسار أول عشان كده وعشان كده لا لو انك اصلاً قدمت لي حاجات وتلميحات اكثر من اللي قدمتن بشكل يخليه مثير اكثر المسلسل في الحلقات الاولى وجيت في اللاخير عملت لي الربطة هنا كان برافو لا انت جيت مشتت 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 في كل حدة وجيت في الحلقة واحدة تلملي مشتت كله هنا مشكلتي في المسلسل هنا أكبر مشكلة عندي في المستلسل وهذا اللي خلاني أقول لو كان فيلم كان أفضل إن كنت حتقبل لو كان فيلم طوله ساعتين ونص وأنا في الساعتين دي ضايع وفي آخر نص ساعة أخذت الإجابات متفق جدا بس إنك تجيني كده تعيشتني خمسة حلقات مشتتة تماما 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 وفي حلقة واحدة تربط حتى لو الربطة حلوة دخليني أنا أتساءل على كل الأشياء اللي عملتها وقت ضايع زي ما أنا قلت لقيت نفسك مضطرة تتكلم كتير يعني أنت عادت تتكلم كتير قوي عشان تربط الأمور دي كلها مع بعض وزي ما ماهر قال لا يا ربطة حلو بعد ما ربطت كل الأمور ببعضها ما فيش حاجة صدفة ما فيش حاجة غلط ما فيش حاجة بتتمرد على اللي حاصل ليسه في شوية أسئلة يعني أنا بقول أن في جانب الغموض 95% من الأسئلة تجاوبت بس ليسه في 5% ما تجاوبتش وعلى فكرة المسلسلة تجدت مكتوب limited مكتوب limited خلاص ما هم دايما بيقولوا limited لا 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 جليلة الأشياء اللي صارت زي كده يعني جليلة ايه كلهم بيعملوا كده اسمع مني والله دايما بيقولوا limited ولما بينجح بيقولك لأ فيه موسم تاني وموسم تالت وآخرهم لوكي انت فاكر أنا يا ما أوكي فده بقى بيخليني يعني أفتكر بسرعة مهر اللي فكرني بدا دلوقتي بالزبط عبقرية The Sixth Sense بتاع إم نايت شاملة إنه زي ما مهر قال بالزبط في الآخر في فصل الكشف هو شد فتلة قد كده وكل حاجة قررت لوحدها لا قاعد يشرح ولا قاعد يخطب ولا قاعد يقول ولا قاعد ما لا تتين Flashback ومش Flashback لحاجة شفناها Flashback لحاجات مش شفناهاش وهذا خليك تجري تشغل الفيلم مرة تانية وتربط كل شيء ده مستحيل أشوفه تاني ده مستحيل أشوفه تاني أنا أيدو ما أحتاج ما أحتاج أنا أشوف السادسة وخلاص هادي مشكلتي في الفيلم وهذا اللي خليها مسلسل يعني ممطوط وأشياء في النص كتير وطب إيش الفايدة إنه روحت هنا والزيارات حقتها وكلامها مع الضحايا كتير تشعبت تشعبت أنت الأساس عندك واحد الأساس عندك الأحلام اللي بتجيك الأم اللي صار معاها مدر إيه كان يمدكت يعني ببساطة حلقتين تشوي يعني ده أربع حلقات كان حيكون بيرفكت لو تبغى مسلسل يعني أنا أقول لك هو فيلم هو فيلم زي وزي غيره أنا معاك والله في مضوع الفيلم ده بس قولي ديديو جسد اللي حصل في الأخير لا صراحة أبدا أنا كنت مشتوعب إنه هنطلع في موضوع عوالم موازية يعني في عالم موازي وهو فيه هو ملمس هو أيوه أيوه لا بس مو بالطريقة دي أبدا أنا كنت في بوابة في انتقال من بوابة للتانية يعني حاجات زي كده أنا اللي دايما كان بالضيع معايا اللي خلاني أقول عالم موازي فعلا لما اللقطة حاجة الولد لما ندخل على بيته لما كان في بيتهم موجود ودخلوا عليه ما انتقل للبيت التاني ما انتقل لا لا هو ما انتقل لأن في العالم الموازي هذا البيت مو بيتهم ده بيتهم ده بيتهم هما إيه وهو قاعد في بيته بس قاعد في بيته في العالم التاني اللي هما عايشين فيه العائلة السودة فاهم عليها هو مش عالم تاني هو الوصف الحقيقي هي حياة أخرى حياة أخرى هذا اللي شفناه بعدين في حياة صابقة هذا اللي شفناه وهنا اللي حبيته لأنه الديجافو كثير ناس كانوا في الروايات وفي الأدب وفي التفسيرات الغير علمية النظرية والشياء الكونية اللي هي لا دينية طبعا يعني ما عليها يا جماعة احنا متكلم احنا مؤمنين الحمد لله دون نصل المغر هي الفكرة كلها بيتكلموا على أنه الإنسان في دورة مستمرة من الحياة انت تموت ما في جنة ونار انت ترجع تعيش حياتك نفسها تمام عشان كده أحيانا بيمر بحاجة اسمها الديجافو الديجافو انه انت تكون دوبوا واحدة تكلم قدامك بمنظر تقول انا شفت الشيء قبل كده شفته هذا التفسير شفته قبل كده عشان انت أصلا كنت عايش في حياة أخرى والآن بتعيشها وبتكرر الحياة كل مرة المسلسل ببساطة جاء انه فيه صار فيه خلل في هذه الدورات وفيه واحد قدر يطلع من هذه المفهوم فاكر اللي حصل فصار عارف حياته كلها كيف هتمشي فلو انت الآن عارف حياته كلها هتصير ومتو هتعيشها تاني اوه انا قبل كده طلعت الدرجة دي وطحت ما هطلقها اوه انا دخلت لاختبار ده وجبت النتيجة دي حلها كده فهو اخده على بعد اكتر صار يصلح الحياة من حوالينه حوادث قتل ولا اشياء معين ازا كده يقوم ايش يغيرها فهذا التفسير اللي كان رائع 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 تنفيذا وكله رائع انا انا ما شفتش حاجة زي كده شبه كده قبل كده اول مرة انا شفت بالصدفة السندي في انيما اسمه سامر تايم رندر مو بالطريقة دي تيح ديدا بس كان فيه حكاية الموت واعادة الحياة مرة تانية عشان يصلح شي بس خلي بالك المفهوم ده موجود يعني فيه اصلا تجربة تتعامل دلوقتي يسميها الباست لايف الناس بتعملها في اماكن متخصصة بيناموا تنويم معين او معرفش بيعملوا ايه وبيبتدوا يشوفوا نفسهم في حياة اخرى عايشين حياة تانية والمفروض ان التفسير بتاعها هو موضوع ان دي حياة انت عاشتها قبل كده بس انت اكيد مش فاكرها او بتاع وعجبني قوي ان بعد زي ما انت قلت انك بعد اما عرفنا ده ارجع تاني افتكر احداث من الحلقات اللي فاتت ولا ايها بتميك مور سينس زي لما دخل في الخناءة مع الزابط ودعك وضرب وقال له انت مستحيل تكسب انا اتخانقت الخناءة دي قبل كده فانعرف كل حاجة انت هتعملها ونفذوها بشكل حلو بس فيه دروس اكيد بما انهم شكلهم جددوا هيعملوا انا قريد بالفعل مسم تاني ومسم تالت اتنين نتعلم نتعلم من الاخفاقات ونتحسن في المستقبل ما جينا النقطة الاهم انا بالنسبة لي مو عشان حياة اخرى انا حبيت المسلسل انا حبيت المسلسل انه فيه تفسير فعلي للولد الصغير الولد الصغير عايش في عالم غير عالمك شوفهم الولد ده خاوي من جو لانه موفض يكون موجود هو خلل في الماتريكس هو خلل في الماتريكس انا مرة حبيت المشهد الاخير اللي رسل رسالة لامه يا لطيف ما جدر تمسك الدمعة يا محمود ما جدر تمسك الدمعة دع دع عشان كده انا انبسطت ان فيه مسم تاني ومسم تالت يعني انا عاجبني الجانب الاستفزازي لو كان قرر ينهل الاحداث اللي كده وهي صالحة للانهاج زي ما انت بتقول انت نفسك اتفجأت انه حيجدده هي صالحة بس المستفزة فلو حتجدد يعني فيه بعد كده حارف ارتاح شوية لان فعلا النهاية مؤلمة ما تحتاج انا ما اشوف انه فيه احتياج انا اشوف انه كده راضي انا من المستثلات اقدر اودعها ويقولها شكرا على التظينية خيالي يسبح معنا بس عشان خطر الودمة انا انا خطر عشان خطر الودمة بسود بسرعة مرة كانت النهاية حلوة مرح ببيت لما انحرق البيت وشافت الحرمة ووجهها محروق اسقاطي على الحلقة التانية لما قابلتها الاول مرة وجاء خيال انه وجهها محروق لا يعني المكتوب حلو الفيلم المسلسل مكتوب حلو ومصور حلو بس طمعه في مشاهد زيادة هادي هي طمعه في مشاهد زيادة ودلوقت نخش الخنائح يا ربي قعدنا ساعتين ومعرفش قد ايه عشان نوصل للخنائح محتاجين بعد كده اللي بقى نتخنائي الاول وبعدين نبقى بس انا انت بتوقع انت بتوقع ناتب اخناها كبيرة؟ انا كل اللي عارف قلت لي انه ما عجبني يعني انه ما حبيته بس انا صراحة انا محمود تعالى نيعكس الاية انا بس بقول حاجة قدام الناس عشان نكون كده انا من الامانة من البداية قلت محمود ما كمل دارك واللي هو واحد من اعظم مسلسلات من اعظم مسلسلات يعني انا لو في يوم من اليوم هاقول من افضل عشرة مسلسلات شفت في حياتي دارك هاكون موجود في واحد من افضل عشرة يمكن لو مو افضل خمسة كمان من جودة الكتابة هو افضل عمل خيال علمي اطلاقا اطلاقا لو عندي ميتريكس في الافلام انا عندي دارك في المسلسلات على طول تمام فانا بقول لنفسي كده قعدت اقول لبيني بالنفسي محمود ما شاف دارك للنهاية واللي هو عمل لا يقارن هذا العمل هنخش دعين في تفاصيله لا يرتقي ولا حتى وصل جامب دارك فاكيد ما هيعجبك كمان انت عارفهم ما عجبنيش قد ايه لا هذه اللي بسمعها منك ستة ونص سمان عشر بس يعني انا انا بس يعني بالوم نفسي بصراحة شوية على ان لغة انتقادي كانت شديدة شويتين بس لاني في حاجات في المسلسل دايقتني دايقتني بالتحديد وردود الافعال بما فيها ردة فعلك لن تتطرق لي زي ما يكون طالما احنا بنشجع مسلسل معين يبقى احنا محتاجين نعدي حاجات ما بنعديهاش للأعمال فداللي ممكن يكون أصبني ببعض الغضب فأطلق مني بعض الحاجات انا بقول انا ندمان عليها انا مكنش المفروض اكون شديد كده انا جماعة غاس حرجة 1299 من زمان نازل فحنتكلم حرجة على طول كده ونخش في بداية شوية هتتربأت مدحين متربع في الجلسة شوف لا انا كجهل انا ولا هم مني خد مني اشتري مني اشتري مني الله يتكر ايامك بالخير تامر اشتري مني المسلسل دارك انا فاكر لما شفت المسلسل وغلق الموسم الاول على الرغم انه كم مليان اسئلة يا الله على دارك وكمية الاسئلة اللي موجودة فيه ويا الرعلى قلمية اللخبطة بس الحبكة اللي فيه والاجابات اللي بتروح وتيجي ويديك فيه مكافآت مستمرة مكافآت اللي في دارك مستمرة هذا اللي خلت دارك عالي يعني حلقة اولة غموض حلقة تانية اجابك ويديه غموض اكبر فعملية غموض واجابة غموض واجابة اكبر غموض واجابة اكبر فعملية مستمرة من الاجابات والتساؤل ومن اجمل الحبكات صعب لك دائما تقدم عمل بهذا الجودة وبهذه القوة انا الى الان شفت مراجعاتي حق الدارك اللي عملتها خمس سنين ولا أربع سنين بتفرج علي وانا باتكلم انا كنت مرة بيتحمس وانا بعمل المراجعة فعلا انا حبيت المراجعة ايه 1899 ما اعطاني اللي اعطاني يا دارك من ناحية غموض واجابة اعطاني نفسا اللي عمله مسلسل The Devil's Hour تمام بس بشكل مختلف اعطاني غموض ستة حلقات ومصف تمام وبدأ يشرح لي في حلقة ونصف والشرح كمان ما كان كافل كل شي اعطاني غموض اكبر وقال يكمل معي يعني على جال انا دارك ديفل آور ده حين اقدر اقول لك لا اقدر اودي على المسلسل ولا مرتاح على رغم الآن قالوا فيه موسم تاني ولا تالت اه اوكي خلينا نشوف حشوفه لازم يعني The Devil's Hour سوري The Devil's Hour اه لو حامل موسم تاني وثالتي يبقى لازم يطلع بحكاوي جديد بس بغض النظر 1899 محتاج يكمل حدود بالظبط بالظبط بس الفرق هنا الفرق اللي لازم نوصله مع النهاية لأي درجة انت متحمس تشوف التكملة بغض النظر ايش هي هذا الاساس وهذا عامل النجاح الاساسي بالنسبة لي الـ 1899 وهنخش في التفاصيل ده حين ما حتى ترحمني هتخش معي في اشياء كثير انا بالنسبة لي اني وصلت للأخير حلقة ونصف جاوب على اشياء كثير واشياء كثير لسه ما جاوب عنها بس شايف الـ potential شايف امكانية الاجابة عنها مع زيادة قموض في مكان تاني خلاني انهى المسلسل وانا راضي انه انا منستني الموسم الثاني انه يجي وشكرا على هذه الوجبة اللي اعطيتني اياها انا مش بعت لسه انا عندي اسئلة كثير انا منستني يا ربي اتجدد الى الان ما طلع اعلان التجديد لو ما اتجدد سيكون زعلان مرة اذا اتجدد سأستمتع واكمل وعندي ثقة في الصناعة العامل انه ممكن يعطوني اجابات هل القصة كانت هل الـ dark لما اعطاني السفر عبر الزمن كان اول واحد يقدم السفر عبر الزمن لا بس هو افضل من قدم السفر عبر الزمن القصص في 1899 السيموليشن هل هو اول شخص عمل السيموليشن لا هل هو افضل شخص عمل السيموليشن الى الان لا بس عنده امكانية انه يعطيني حاجة اكبر وينديني حاجة تمام فهذه اللي انا مستني واللي بنروحه طب ماهر ستة حلقات ونص وما في اي على قولك الان انت بتقول دارك انه يديني غموض واجابة غموض واجابة في ستة حلقات ونص اعطاني وجبات كبيرة من الدراما الحلوى انا اليوم الشخصيات اللي عشت معاهم بغض النظر عن التفسير واللي الى الان اعطوني جيرني رحلة خاصة بكل شخصية حبيتها ارتبطت معاها فسرعين دي تواصل معاهم هذا اللي خلاني الان ابغى الموسم التاني عشان اعرف طب اللي انا ارتبطت معاهم فيه ده كان حقيقة ولا خيال ايش هرجته ليه خليت اني احب الشخصيات دي اصلا واللي عندك حتى الان من اجابات بيؤيد انه هو ايه اللي عندي الاجابة الاكيدة الاكيدة انه هذه وكل اللي مره فيه يعني خيال يعني النقطة اللي احنا وقفين فيها بتقول انه هو خيال خد مني اشتري مني معادة شي واحد انا اشتريت منك حاجات كتير مش عارف حبيعها ازاي بعد كده بس انا دي معاك خد مني ولا عارف اخزنها فين جملة واحدة جملة واحدة عبقرية جدا خلتني اقدر كل الحلقات دي والوقت اللي استثمرته مع الشخصيات هالي شخصية هنري لما نقعد يطول في الشاشات وبيعلق يقول البشر عمرهم ما يتعلمون كل مرة بنعادة في كل مكان وبيعملوا نفس القرارات الاخطاء اللي بيمروا فيها فهذا الله واعلم تفسيري صح ولا لأ هنعرف وهذا اللي يجعلني أستنى ممكن يصير فيه خذلان واتحطم من الإجابة بس الان انا مشتري واتمنى انه الإجابة تكون حلوة اللي واضح معايا انه هو قاعد يعمل تجارب نحن واسط تجارب التجارب دي وعرفنا عن شخصية هنري انه كان بيعمل تجارب عشان فقد مرته بسبب الزهايمر في بيدرس العقل البشري أكثر فممكن انه اختار مجموعة من البشر كل واحد مر بتروما كل واحد مر بصدمة كل واحد مر بعاطفة معينة وفي كل مرة يدكروا في العاطفة دي حتى في زمن مختلف في ملابس مختلفة في شخصيات مختلفة بيؤدي نفس الشيء على رغم ان الذكريات مدفونة على رغم انه شيء اللي بيرجع يتذكر نفس الذكريات مرة ثانية انا مشتري دا يا محمود انا مشتري دا جدا مفهوم فلسفي مرة عميق ومرة حابه هذا هو التفسير انت عندك الباكجراوند اللي تخليك تثق في دا وتشتريه انا ما عنديش قد تكون المشكلة كلها على بعضها ان انت كملت داركو وحبيته لهذه الدرجة وان انا ما كملتوش ان انا مولفتش معا من البداية ما تواصلتش معا من البداية فقررت اني ما كملوش على فكرة انا احترنت حاجة في المسلسل دوت انه من البداية استبعد عامل من العامل اللي كانت مخالية تجربة مشاهدة داركو تقيلة على قلبي وهي الالماني المستمر المرة دي دخلنا شخصيات بتتكلم لغات تانية في الانجليزي برايح عيني معارفة اركز على الشخصيات عارفة اركز على اللي بيحصل في الشاشة مشكلتي مع الالماني دي كل شوية لازم اقرأ كل سطر في الترجمة وإلا مش عارف عن حاجة من الاتقصل فالمراضي هو لمس ده وعالجه شويتين ارجع واقول لك المشكلة في ده انك انت عندك رصدهم عندك سمح لك بانك تصدق ان هم حيعرفوا يقدموا حاجة تحترم فيما هو قدر صراحة لا يا محمود صراحة لا عارف ليه انا اللي بعني صح انو انا صح بكل امانة يعني خلينا نرجع ونقول كلمة الحاج هنا بعيدا عن دارك المسلسل ده الاجواء اللي فيه متكلفة جدا ان كان من موسيقى ان كان من تصوير ان كان من الستاب العام ان كان من التمثيل كله ممتاز الاركتكتر بتاع السفينة انا بقولك ده من عوامل الإيجابية اللي عقبتني جدا في المسلسل محترمني جدا انه عملي جودة عالية فهذا شي بيعني بغض النظر مين هم اللي صنعوا دارك هذا المسلسل كمستقل باعني الشيء الثاني الشخصيات الرحلة لكل شخصية حلوة اللي مرت باختصاب اللي مرت انه تقتل شخصية ثانية عشان تاخد دورها وتاخد مكانها وتعيش في الدنب هذا المتواصل اللي عايش معاه موضوع الحرب اللي صارت بين الجيش الحرب بتاعة فرنسا القرع بتاعة اسبانيا ايوه انا بقولك دي حواديد حول اخد مني فأنا الآن بغض النظر عن دارك كل الاشياء دي مكتوبة بطريقة حلوة كل واحد منهم اخد حلقة خلاني ارتبط مع الشخصيات ما أعطاني الإجابة كاملة خليني أقول لا أنا إلا أستنى وأشوف الإجابة وعرف الإجابة إيش أعطاني تلميحات انه اللي مروا فيه ده كله عبارة عن اختبارات لعقل البشري وأنا أبغى أفهم العقل البشري ده أكتر ليش الذكرة مهما تحاول تدفنها ترجع لك مرة ثانية على الرغم من اختلاف المكان ومن اختلاف الزمان وحتى داخل كل دي الأمور وكل دي العوامل تخلينا موضوع مثير الاهتمام جدا ولو تبقى تضيف عليها الكرزايا إنه هم اللي أصنعوا دارك ضيفها بس من غير الكرزايا دي الكعكة حلوة الكعكة حلوة لا أنا هقول لك من غير لأنها فعلا ده الوضع عندي أنا بالنسبة لي دارك لا يمثل أي شيء بالنسبة لهذا المسلسل يعني ده من الصناع دول دول من الصناع التانيين كمان مرة لو كنت وصلت الحلقة التانية وتالت ولقتني منفصل تماما عن الأحداث كنت قفلت بس أنا وصلت لغاية الحلقة السادسة ونص وأحاسيسي متضربة شويتين لغاية لما وصلت المرحلة إن في حاجات دايقتني بشكل واضح ايه المشكلة ست حلقات الأولانيين إن الدراما حلوة كويسة بس أنا مش قادر أريطيب تبقى إيه شخصية من الشخصيات لأن الشخصيات كتير ولأن العلاقات ما بينها وبين بعض مش واضحة آآ بس الخلفيات حلوة يعني لما أجي الحكاية دلواتي وأنه وماهر قادي مع بعض لو أنا بحكي له المسلسل لو أنا بحكي له المسلسل تحكي لي خلفية القصة الأسبانية جميلة تحكي لي قصة الخلفية بتاعت الفقر اللي كانوا تحت بتاع البنت الحامل جميلة خلفية البنت اليابانية جميلة خلفية كل القصص دي تشكلها كويس بس طبعا ما احنا بنتفرج إشارات مستمرة لعناصر الغموض البروميتيس السفينة التانية اللي ما فيها شوالة بني آدم الولد الصغير الرؤى اللي عملت جيلهم والأمور دي كلها فأنت بتبتدي تشغل مخك وزي ما كل الناس قالت تنتبه للتفاصيل لما تلاقي نفسك قدام مسلسل زي ده ما ينفعش تاخده بشكل خفيف لازم تنتبه للتفاصيل التفاصيل اللي في القوضة التفاصيل اللي في اللبس التفاصيل اللي في اللغة التفاصيل اللي في الأحاسيس بتاع الشخصية مع بعض لأن كل الشخصيات اللي على السفينة بتدعي إنها إنسان غير حقيقتها إحنا عارفين حقيقتهم من الرؤى اللي إحنا بنشوفها ولكن هم على السفينة بني آدمين تانيين في نهاية هذا الموسم بنهاية الأحداث على إن ما حدث كان سيميليشن سيميليشن غير حقيقية والاحداث بتاعتنا او الواقع بتاعنا في المستقبل البعيد يبقى ده بشكل مباشر يعني ان احنا شفنا ستة حلقات فاحداث ملهاش اي طيب خد مني خد مني حاشتين للأسف هادي غلطة منتاج انا غلط فيها الفيديو ده كان ينفض ينصر حتى لو خمسين دقيقة ما يفرج معايا كان ينفض يكون طويل بس في المونتاج مع السرعة مسحت الكلمتين اللي كنت حقولها الان في حاجة لو انه ما صارت كنت وصلت نصر الكونكلوجين تبعك او نصر الخاتمة حقتك في الحلقة الثانية او الثالثة يا الثانية اي الثالثة احنا شفنا الشاشات مراقبة يسر من بدري يعني انت من بداية المسلسلة اظن الحلقة الثانية انت من البداية من البداية اش اللي يجيب شاشة في 1899 معنات تقربة ان احنا في شكل من اشكال التقارض انا عارف ان احنا في زمن اخر ممكن يكون شاشة مسجلة ممكن مكونش بتفرج على الواقع يا سيد الناس انت ما في اي تجربة ممكن تديك نفس الشي غير لو كان سيموليشن فانت من الحلقة الثانية معطيك انو انت في سيموليشن كيف ايش التصوير ده عندك كوكب داني عطيتهم جايب بحر وحاط فيها سفن المحمود اه كيف حاجة قديمة حاجة قديمة مصورة وبيعبوا يتم استدعائها حاجة زي كده لا يمان التعليق اللي ساير عليه والشي اللي ساير عليه ثانية التعليقات اللي قالها هنري وهنا المشكلة انه مرة ثانية مشكلة دارك بايدوي عند اغلب الناس بس انا يمكن هنا اللي يفيدني درس دارك مع انه مو مرة بنفس دارك شان ما بغير رفعه بنفس دارك مرة اعلى منه دارك ميدك بملعقة وهذه مشكلة دارك الازلية مع كثير من الناس وهذا اللي حبيته فيه انو يقتبر ذكائك ولازم ترجع تعيد الحلقة كم مرة عشان تفهم ممكن كلمات تقال عابرة بتؤثر على مشهد بالكامل الكلام حق هنري كل الكلام اللي هنري كان يقوله الولد الصغير ويقول المساعد تبعه كان بيعكس نعكاسات كبيرة على ستة حلقات اللي فاتت على التجارب اللي عاشوها على التجرب اللي عاملها على الناس على الذكريات وكيف تؤثر على علاقة بنته على علاقة البنت مع ولدها كل دي الأشياء بتقول انو ستة حلقات دي عشان يفاهمك لأي درجة السيموليشن ده قوي واشه الغرض منه المفروض اننا نعرف منه اجابات الموسم التاني لسه طيب موسم ما خلص يعني 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 انت متوسم ان في الموسم القادمة حيتم التدليل على ان الحواديث اللي احنا سمعناها كلها في الستة حلقات الاولى دول ليهم ايما طيب خد مني انا اللي شايفه الان لا جاوبني بس لا انا مش هاخد منك تاني معلش الموزق غايت لمصرف اللي عنه لا انا عايز اعرف دي غاوبني على دي بليز معنى كده ان الستة حلقات الاولانين حيطلع ليهم معنى خلفية القصة بتاعت البنت اليابانية حصلت بشكل او باخر بتاعت الفرنسوين حصلت بشكل او باخر في زمن تاني في حاجة ماشي هذا واحد اتنين لو بغا دحين اشرح المسلسل ده تمانية حلقات المسلسل فيه تلاتة اشياء اساسية لازم يتيم الاجابة عنها ونعرفها كل اللي عرفناه الان انه في زمن من الازمان هذه الحرمة فقدت ولدها الصغير دخلت في حالة هستيرية من الحزن الشديد لدرجة انها كانت بالضحي بحياتها وبنفسها انها تعمل سيموليشن تعيش فيه مع ولدها وهذا السيموليشن الاول اللي صار عملت غرفة عيال غرفة اطفال وخلت الولد ده فظنه هي عايشة مع زوجها مع الولد ده داخل السيموليشن هذا اول سيموليشن العمل طيب بعدين فجأة نلاقي نفسنا في السفينة وكل اللي ساير وكل الأحداث اللي صارت فيه أول شيء أبغى أعرفه انتقالنا من هنا لهنا كيف صار متى هنري استولى على ده السيموليشن ليش استولى على هاد السيموليشن وكيف وصلوا لهذا المكان هذي أول إجابة أبغاها من موسم الثاني طيب هذا رقم واحد رقم اثنين أخوها ده من هو احنا ما شفناه الى الان أخوها ما شفناه الى الان بس ده سؤال مقبول لده هل أخوها يعتبر طيب ولا ما يعتبر طيب هل هو اللي بيتلاعب بكل الأمور ولا ما بيتلاعب بكل الأمور لا نعلم الإجابة الثالثة ليش عندك 1500 شخص هل 1500 شخص كلهم عينات بيتم التجارب عليهم بس إحنا ورّونا لأنه عندنا حلقات بسيطة ورّونا بس ستة أشخاص بيمر كلهم بيمروا بنفس التجربة أنا ميال لي إنهم كلهم بيمروا بنفس التجربة لكن هم ورّونا من الكل ستة أو سبعة شخصيات فقط عشان نفهم التجربة دي شغالة كيف برضو هيبان معنا المفروض هيبان معنا دي مربكة شوية لأنك في واحدة من الأوقات في شخصيات تم التضحية بها في حدثة انتحار جماعي ايش معنا هنا 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 التفسير ده اللي بيصير ناس simulation إنت أنا وإنت موجودين في simulation تصرفاتي غير تصرفاتك جزء من التجربة مين يتحمل مين ما يتحمل من نفسه من لا بس في ألف معرفش 300 وكام وفي 12-15 هما اللي ما حصل لهم لا بس عندك مجموعة غير حاجة ما هو أنا بقى ده بقى مربط الفرس العام قبل ما اتكلم معك في نقطتين ثلاثة في التفاصيل كمان أنا مقتنع بأن المسلسل على بعضه لما نيجي نتكلام على مسلسل معمول من ثلاث مواسم من أربع مواسم من خمس مواسم ممكن يكون تقييم المسلسل بشكل عام مرتفع يوصل تمانية ونص يوصل تسعة من عشرة يوصل كلام زي ده مع الوضع في الاعتبار أنه ممكن موسم أو اتنين منه يبقوا خمسة من عشرة أو ستة من عشرة أو حاجة زي كده نعم فأنا في حاجة اسمها أن أنا عايز أقايم المسلسل ده أو الموسم دوت في حدوده في حدود ما قدمه من تساؤلات وفي حدود ما قدمه من إجابات نعم وده اللي مخليني بقول الإجابة اللي انت ديتها لي النهاردة بتقول بناءا عليه بقى ستة حلقات اللي قبلها بحصلوش لا الشخصيات دي موجودة ولا ليهم أهمية ولا خلفياتهم دي كلها ليها أهمية يبقى اللي حصل مضيعة للوقت مع الوضع في الاعتبار أنه أثناء ستة حلقات دول يقاع بطيء حوار مقرر كتير جدا 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 مواجهات مع نفس الشخصيات يقولوا فيها نفس الكلمتين وحتى بعد ما جاوبنا الإجابات بتاعتنا رجعنا تاني نفس الكلمتين يتقالوا تاني نطلع من الفهوة بتاعت الموضوع دو تنروح للحطة اللي موجودين فيها كام مرة دخلوا المستشفى أو مركز الأبحاث بتاع المرضى ده عشان يخش يعملوا دفس الحاجة ويطلعوا بدون إجابات أو بدون أي شيء جديد بالإضافة للعنصر اللي خلى الناس تقول إنه مسلسل دكي جوة الأحداث بتاعت الموسم الأول يمكن يا جماعة في الصورة الكبيرة يطلع مسلسل دكي فعلا أنا وماهر متفقين دلوقتي إن إحنا أنا براهن أو إحنا الاتنين بينراهن أنت بتقول ستة حلقات عالفاظي عشانها سيموليشن عالفاظي أنا بقول لا هو سيموليشن فعلا بيثبت شيء إنه فيه تجربة تجربة دي تثبت إنه الإنسان بيمر بذكرياته مهما تدفنها بترجع مرة ثانية إيش أهمية ده الشيء في السيموليشن الأكبر فض نعرفه قدام فبا ستة حلقات ما رحت عالفاظي إنت ما سمحتش ده ديفلز أور لما عمل ده في ثلاث حلقات ومسامح ده لما عملها في ستة الفرق إيش الفرق إيش إنه أنا هنا عشت جلت لها بكل شخصية عشت معاها في الحياة حاجتها كانت حلوة القصة اللي شفتها كانت جميلة التصرفات الشخصية كانت حلوة الهم من ده كله الدروس اللي أخذتها جوة السفينة التمرد اللي صار السلطة كيف انتقلت من طبقة الأرستقراطيين للعمال لما انجلبوا كل هذه الرسائل كانت جميلة يا محمود في المسلسل ولازم يكون لها ولازم يكون لها معنى في المسلسل المفروض صح؟ المفروض المفروض عشان كده الذكاء يبقى درهان درهان اللي احنا مترقبين أو ده الشيء اللي احنا متوسمين عارف أجمل شيء في المسلسل عندي إيش هو إنه انتهى وإلينا الآن أنا من يعارف هل أنا حاخش في سيموليشن آخر يعني هم لما راحوا جوة السفينة هل هذا سيموليشن آخر هي حتمر فيه ولا هذي الحقيقة فعلا أنا ما أعرف يبقى أنا وإنت متفقين على نفس الشيء إن لو فيه أحداث مهدرة فهو شيء سلبي لو الأحداث دي تم استدعائها واستخدامها فهو شيء إيجابي والحاجة الوحيدة اللي احنا مختلفين فيها إيه هو تفسيرنا للنقطة اللي احنا وقفين فيها أنا بقول النقطة النقطة اللي احنا وصلنا لها بتقول إن دي أحداث مهدرة والمختلفين فيه كمان إنه أنت الواضح من كلامك إنه ستة حلقات مثلا أنت شايفها ما استمتعت فيها مثلا أنا استمتعت فيها أنا استمتعت فيها بطيئة أو مكررة بطيئة أو مكررة فيش مكررة يا مان بالأحداث بطيئة جدا النقاش الديني اللي صار تحت النقاش الديني اللي صار تحت النقاش على الولد المشاكل اللي عنده مع عيلته صح إن كف We must find the boy Please find the boy Where did you not find the boy Bring me the boy You must bring me the boy محمود عندك ده مش تكرار يا مانياه محمود عندك تمانية حلقات كل حلقة من ساعة مسكتلي من دجيجة من كل حلقة جابتين عادي تقول لي فيك تكرار مع جولة محمود آه طبعا لما تجيب نفس الدقيقة في كل حلقة ده أنت دلوقتي فكرتني بالولا كل مرة كنا بنتكلم على الهاتش Open the hatch This hatch was not here before I remember ده معرفش تاني 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 كل مرة استدعاء لنفس المشهد ونفس الكلمة والحاجة اللي بنرفزاني Why can't I remember كل شوية Why can't I remember إحنا بلنا حد خبطك على دماغك سلبي في المسلسل الهكس اللي كان بيعملها دانيل اللي كان بيعملها جوزها What do I understand من اللي انت بتعمله انت كل شوية تروح واقف مطلع بتاعها شبه الألة الحزبة شبه البوزل اللي كنت بيعمله زمان شدد سلكين من أي حتة في السفينة بركبها وضعوا التتكتك حال انت ما انتبهت وشفت انه في عندنا أكثر من سفينة بريميثوس هذه مرمية كده عالفاضي عندنا مقبرة من السفن كل سفينة من دول عبارة عن اللوب اللي هما مروا فيه معناته هما مروا بلوبات كثير عمرهم ما وصلوا للوجهة حقتهم عمرهم ما وصلوا لأمريكا معناها زي ما شفنا في هذا اللي عاش الحيوات هذي كلها وتعلم منها دانيل دا ولا شو اسمه هو الشخصية دي حقتنا اللي باين معايا اتليست أنا انه تعلم من دي كلها وصار عارف المداخل والمخارج وبيحاول المرة دي انه ينجح لانه فشل 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 اتعلم 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 عرف يوصل لحاجة معينة اللي واضح معنا انه فيه فيروس بيدخل على السيموليشن دي فيه طرق لهاكينج للسيموليشن دي اللي عمل الهاكينج دي الاساس واللي يقدر تحكم فيها كلها ويبغاها تفتكر هي البنت لانه هي خصانعة هذا العالم بص هدود بص هدود انا عندي مشكلة درانية جبارة مع اي حد في الدنيا يقول لي هاكينج ويقول لي تنويم مغناطيسي لان دول مفهومين مش ممسكين ما لهمش تفاصيل وطالما انت استخدمتهم من بابهم يبقوا وسائل ممكن يتعامل بيهم اي حاجة مفيش اي توضيح للقواعد انا مشكلتي في المضاعدة مضاق قواعد ايه اللي ينفع و ايه اللي ما ينفعش كنيو هاك اندت لا ما ينفعش ليه ما لكش دعوة كنيو هاك ميك رميمبر لا ما قدرش اقدر انقل الجيمك بتاعت المفتاح من الهرم دا للهرم دا بس ما اقدرش خليها تفتكر كل حاجة ليه ما يمكنك اندو و ما يمكنك اندو طالما اخذنا الشورتكات بتاع الهاكينج لازم كان نتحط له الطاقة ما ينفعش يتسبع ايه انا بالنسبالي ما هو كما كان شورتكات واضح لانه اللي واضح معي هادي ما هي اول لوب لو انه كان هاك وانتهى الموضوع فنحلها من اللوبات السابقة ملايين عشرات السفن كانت موجودة مروا بالتجربة هادي كثيرة جدا كل مرة بيتعلم حاجة جديدة والمرة دي لجى انه لازم هي اللي ترجع معا اي دون نو حيبان معايا قدام بس تصرفاته بالنسبالي منطقية كيف يعرف المكان it all comes down لده يا ماهر يعني انا حسس انه فعلا نقطة الخلافة اللي بيني وبينك في النقطة دي انا عاوز اقول انه هو قدامي موسم غير مردي والاسئلة اللي تركها مفتوحة والادوات اللي سابها بدون قواعد اكتر من اللازم انت مراهن على انه لازم هيجاوب الحاجات ده بشكل مردي في المستقبل مو بس مراهن ده احساس انا مفتقد مو بس مستقبل وبأربط الاشياء اللي شفناها انه تجيستفاي او تبرر تصرفات البعض الشخصيات تبريرها انا مش شفتش حد نجح في انه يعمل ده قبل كده يا ماهري يعني اه حيجاوب على حاجات كتير انا متأكد من انه حيجاوب على حاجات كتير وهو عرف اصلا ايه المشاكل اللي عنده الناس اتكلمت بسلبيات وقالت على حاجات بالطريقة دي وبرضو انت عارف الناس لما تيجي تنتقدك فاي حاجة في الدنيا تمسك في ربع كلمة انت بتقولها وتغيرها وتبريرها بالكامل وبالذات يا محمود انه جايب على الدارك المسلسل ده لو ما جايب له احد ما هيكون انتقاده زي لو كان دارك الناس بتنتقده بتقارب دارك انا ما يخص بيش الكلام ده يا عم مليش دعوة بي انا بقولك انا بقولك ان الانتقاد لايه درجة حيكون حاد الناس اللي تابع الدارك وشافت لايه درجة عالمي رائع محنك ولا اعلى في تاريخ الخيال العلمي كله هيجي لاجي هنا هو اضعف انا بقوله يا جماعة هو اضعف من دارك بس ما زالت تجرب جميلة انا ابغاها انا ليس لدي هذه الريليفنس انا ما عنديش الكمبارزن انا اللي كله بقوله ان في كل مسلسلات الدنيا طالما المسلسل بيتجدد من موسم اول لموسم تاني وانا معرفش فعلا ان اذا كان دا تجدد ولا لقا في فرصة فضيعة لصناع المسلسل لتدارو كل الحاجات في ناس فسرت اللي انا بقوله دوت بان اه اصلا الناس بتقعد بتكتبش السيناريو غير لما الناس تقول لها معرفش مين والحدوتة بتاعته ما كانش مكتوبة من قبل كده يعني ارجمنت ما يطلعش من بني ادم عموما لا طبعا بيبقوا كاتبين وعارفين القصة بتاعتهم والستوري لاين بتاعتهم مرسومة من اول نقطة الاخر نقطة ولكن المسلسل على مستوى السيناريو مش ستوري لاين وبس اه خلي بالك ده الناس مترقبة جدا انك لازم تجاوب سؤال الاخ خلي بالك الناس مترقبة جدا انك لازم تجاوب سؤال البنت الحامل خلي بالك ده الناس مترقبة جدا انك لازم تجاوب لو الناس مهتمة هتفضل ودايما على حكم خبرتي بيوقعوا تفاصيل كل مسلسل في الدنيا بيوسع في قاعدة الالغاز اللي عنده ضروري بعد كده بيوقع تفاصيل معادة دارك معادة دارك يعني المسال اللي بيحضرني لست لست جي في مرحلة معينة وقالكم مهتمين بالخمس اسئلة دول جاوبوا مخلص لست لست يمكن في يوم من الايام انا خرجت من طوري وقعدت تتكلم عن المسلسل لست من اعظم المسلسلات ومن اعظم التوستات واغلب المسلسلات اليوم طالع منها منها 1299 يقدم لك شخصيات وريك فلاشباك تقريبا زي لست نسأل لحظة شهاية محطوطة فيها بس ما يتقارن لست كانت بدايات العالم كلها تعلمت من تجارب وجينا وصلنا دي من اللحظة بس أبغى أقول حاجة يمكن ما قلتها في المراجعة ما قلت حتى ما سجلتها وتأكتني المعلومة قبل ما أقولها طلع كثير إشاعات انه القصة مصروقة من بنت برازيلية عملت كوميك انا شفت اكتر من ثلاثة فيديوهات في الانترنت بتكدب هذا الكلام وجابوا النوفم حقة البنت دي ودخلوا فيها وقريوها لقوا بس تشابهات في شكل الهرم مدري ايه لكن لا القصة ولا البريميس ولا اي حاجة فإحنا يا جماعة ما نمسك إشاعة ونطيح الناس يعني مع لي يعني لازم نعرف تفاصيل أنا واحد عندي تحافظاتي على المسلسل ومش حوعد نشور أي كلام فارق في الدنيا عشان انتقدوك عمل معمول وناس قدمولي عمل زي دارك حيروح يسرق القصة بمحدة كوميك هي لا تسلقت على الموضوع ده عندها بس شكل الهرم هو المشابه مدري حاجة تانية في واحد عام الفيديو بالتفصيل قري الجرافيك نوفلس حقتها كلها عشان نرجع يقول أنت كدابة بس إحنا للأسف يعني المجتمع أنا عرفت المعلومة يعني قاعدت تقول ما أقول يسوها فبحثت عنها لحد ما لقيت فيديوهات بتشرح ده الموضوع ومقتنع الآن إنه أبدا في الهرم وإشارة الهرم دي تستخدم في أشياء كثير من الماسونية للهرم حق مصر الهرم ده يشترك في حاجات كثير ممكن يشترك في أي حاجة فنفس الشي الرمزيات دي ممكن تشترك في قثير من القصص كيفية استخدام الرمزيات داخل القصة هو اللي يفرج معك بس حبيت أن أقول لك فير نف اشترك متخنقناش قاوي يعني لا انت شاري بس مش شاري يعني أنا شاري ومستني بحظر انت شاري ومستني باطنقنان بس هو ده اسمع لي يا محمود يعني حتى ستة ونص أنا حقا أقول لا ستة ونص يعني مسلسل ما أرجع أشوفه تاني أنا لو وديت مسلسل ستة ونص موسم الأول ما أشوف الموسم الثالث لا أنا ممكن أدي ستة ونص ودي الموسم اللي بعده فرصة حلقتين ثلاثة بس آه لو ما أدنيش اللي أنا مستنيه أو إشارات اللي أنا مستنيه حلقتين ثلاثة من الموسم الجاي حيقول لك أنا القاعدة والله ما بقول كده بقول يديني مؤشرات لأنه ماشي في الطريق اللي أنا عاوزه يمشي فيه بس القاعدة القاعدة الرئيسية عندي في متابعة المسلسلات نهاية المسلسل عندي فضولة شوف الجزء الثاني ولا لا التجربة حقتي كانت حلوة ولا لا تمام الأسئلة اللي عندي قابلة للإجابة ولا فلتت منه في الأخير كل دي بالنسبة لي صح 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 فأنا حشوف الموسم الثاني واستمتعت في الموسم الأول هل عظيم؟ هل أفضل غموض شفتو؟ هل أفضل خيال علمي شفتو؟ لا بس ما زالت تجربة جميلة بتروح حتت في حاجات سبق وتكرار زي الميتريكس والسيموليشن ومدرمين وراح حت التانية ما قد شفتها قبل كده تغلغل في عقل الإنسان والذاكرة وكيف إن الإنسان يرجع يعيد نفس الغلطات حقته ويعيد نفس الأشياء أنا مرة عاجبني دا المفهوم فبعرف مي بيعمل التجربة دي وعلى أي أساسه كيف حتفيده في الموسم الثاني تمانية ونص من العشر أنا ستة ونص بتعتي مش حتفع غيرها يا شتري بستة ونص يا حشوف اللي بعدك لا تقولي اشتري مني اشتري مني اشتري مني هم ستة ونص من غيره أنا ماني فاكر تمانية ونص ولا تمانية والله ماني فاكر بسوا حدود كده أنا ماني فاكر كما عطيته بالظبط أوه أي نووي سلسل جيد صحيح كده الأجندة بتاعتنا خلصت فضل أخبار ممكن نعدي عليها بسرعة؟ أول خبر مهم أنا بقي لي 2% على البطارية إن شاء الله نكمل ما فيها غير البطارية طيب تعالوا نركز في الخبر بتاديزني هو ده هو ده اللي ما يعرفوه يا جماعة ده تعرفوا ولا ما تعرفوا كانش كاس العالم صراحة وما جات فرصة نتكلم عنه لا في تويتر ولا غير وقلنا نتكلم فيه في النقاش ديزني جات قبل أسبوع أظنى أو عشر أيام غيرت السي او حق الشركة تمام؟ الخبر ده مش مهم مرة مهم قوي سي او الخبر الثاني إن السي او ده ما كم غير سنتين دخل 2020 أوكي في سنتين انتشال برضو أوكي خبر بس ممرة قوي القوي إنهم رجعوا السي او السابق اللي تقاعد بوب ايجر السي او السابق ده هو اللي عمل امبراطورية ديزني اللي احنا عارفينها الآن هو اللي اشترى بيكسار هو اللي اشترى مارفل هو اللي اشترى مارفل هو اللي اشترى ستار وورز هو اللي هندس مستقبل ديزني كله اخذ ديزني وهي نازلة في التسعينات على ان هذه التسعينات بدأت افلام بيكسار تعلطوا توي ستوري طلعوا ده وبدأت ديزني تنزل اتلانتس ومدري ايه والافلام دي تعبانة اللي جاءت في نهاية ديزني في التسعينات فكان ديزني رايحة يعني في طريق منحدرة جاء شاف المستقبل بدأ يجمع اي بيز حلوة عمل منها افلام اللي وصلنا له لالفين وتسعيش انت جيم يعني الين انت جيم الين انت جيم يعني هايك الفين وتسعيش هادي ديزني حقات بوب ايجر وهندس مستقبل ديزني بلاس كله هو صاحبها هو اللي عملها وسلم الشركة ومشي وسلم الشركة وقال السلام عليكم وهو اللي اختار السي او اللي بعده هو اللي مرر الرايا لبوب تشابك اللي كان السي او في اخر السنة والشاهد من معرفته بالصناعة يعني وناس اتكلمت معهم وكده بوب تشابك ده كان اليد اليمين لبوب ايجر طوال الوقت لكنه لكنه ايش مشغل هو اوبريتر يعني انسان يشغل كان مسؤول عن الباركس بالضبط كانش مسؤول عن الانترتيمر بالضبط يعني هو ما يروي قصص هو يشغل الملاهي يشغل الملاهي يفك الحدائق حقتهم يعمل الاشياء دي كلها لكن ليس راوي قصص هذا الفرق بينهم في واحد كان ابداعي يحب القصص وده وانا قريت البيوغرافي حقته السيرة الذاتية من اجمل السيرة الذاتية اللي ممكن تقرؤوها في حياتكم تمام يبيلك لأي درجة عنده نظرة فنية اللي جاء بعده انسان ما يطل في النظرة الفنية هو يفهم في الفلوس يفهم في الادارة والحاجات دي كلها هذا بالنسبة لي يفسر بشكل كبير جدا قد ايه ديزني كانت في تخبط كبير اخر سنتين واللي حسوا بي المستثمرين اللي حسوا بي الناس ترى جماعة مو بس احنا اللي هتفصل الكاميرا ترى جماعة مو بس احنا اللي اللي زعلانين من فلام ديزني مو احنا بس ضد الاجندة العالم كله ضد الاجندة في امريكا كتير فلام فشلت في فوكس اوفيس بزيطير وغيرها في فيلم اللي ديزني نزل في في عيد الشكر تبعهم ما حقق اي شيء خسر خمسمائة مليون دولار ديزني بلاس شخصيا بتعاني العوائد بتاعتها ليست كما كان متوقع العدد المشتركين الراجل بوتشابك دو اتبالغ جدا في تأديره العدد المشتركين القادم دخلهم في مشاكل سياسية لا نهاية لها مع الريبوبليكنز افقادت ديزني عدد من المميزات الجبارة اللي كانت موجودة عندها بقت في صراع سياسي صراع اقتصادي صراع استثماري صراع فني كل حاجة ولعت في سنتين تقريبا اضيف نقطة بس بوب ايجر ده في مرحلة من المراحل كان المرشح الديمقراطي من اوباما للرئاسة للرئاسة امريكا ده كان بيعد ان هو يبقى رئيس امريكا تخيلوا لاي درجة الادمي ده كبير فهو قال لهم لا بطل ما بغى السياسة وبتقاعد وبأجلس الان رجعوه مرة تانية في تاريخ امريكا وتاريخ الشركات الاشياء دي صارت على الاصابع منها شركة بروكتر ان جامبل في يوم من الايام رجعت الرئيس السابق لما كانت برضو رايحة على الطريقة من حضرة ودايما ابل في اولها مع ستيف جوبز فانا مبسوط بالخبر واتمنى انه فعلا يجي بجانب ايجابي نتمنى ان احنا نلمس من خلال دوت الكونيكشن الحقيقية بتاع الدازني اللي احنا عرفين هو متعودين عليه جميل جدا ايش طيادوت نقاش طويل وممتع ورائع وخناقات على خفيف برضو وان شاء الله لقائنا في الحلقة القادمة نورتنا كالعباد ان شاء الله حبيبي شبكوا ان شاء الله حقيق الجاية حبيبي يا رئيس باي باي